السلام عليكم دكتور زهير من تذكير الحظور ببعض المعلومات عنه وأهم بشارية هو كاتب ومؤلف ومعماري وخنان تشكيل عراقي ولد في عام 1938 في العاصمة العراقية بغداد وأكمل دراسة الثانوية فيها تحديدا في عام 1955 بعد ذلك درسل آلوسي العمارة في جامعة الشرق الأوسط في مدينة أنقرة تركيا وحصل منها على دراسة البكالوريوس في الهندس المعمارة في عام 1960 بعد ذلك بعام آدها إلى بغداد بعد عدة جولات عمل استكشافها في أوروبا ونضم إلى وشفة الحداثة المعمارية والثقافية التي أشعها والتي تحديدا مكتب الاستشاري العراقي حصل بعدها بثلاث سنوات على شهادة الدراسات العليا باستراج والسديس من الجمعية المعمارية في لندن المعروفة ب AA Architectural Association تحديدا عام 1964 في عام 1974 أسس المكتب الاستشاري الآلوسي ومشاركو في بغداد ونماثول في قبرص من أهم أعماله البنك العربي في مسقط والسفار القطرية في عمان والسفار الكويتية في البحي ومبنى كمال حمزة بالخطوم كل هذا في 700 طن الماضي ومركز الدراسات المصرفية في الكويت العاصمة عام 1980 شاركة في مسابقة مشروع مجد الدولة الكبير في بغداد عام 1982 وفي نفس العام مركز صلالة الثقافي في عمان صمم العديد من المنازل وأمها المنزل المعروف في الإقراعات في بغداد المعروف في البيت المكعب في عام 1985 ومبنى آية في بغداد عام 1990 والذي يعد من أهم تجارب عمارة ما بعد الحداثة في العراق نشر دراسات عديدة وألف الكتب منها يوميات وصفية لمعمار أربي ونستوس حكاية الشارع في بغداد الذي عرض فيه مشروعه المعمار الكبير شارع حيفا وصف بغداد وتوبوس حكاية زمان ومكان الذي صدر في عمان في عمان أغران عام 2017 وذروموس حكاية مهنة وساهمه في العديد من المنشورات والدوريات حول البيوت التراثية في بغداد والعمارة الإسلامية والعراقية وهو عضو في جمعية المهندسين المعمارين العراقيين ونقعة المهندسين العراقيين يمارس الآلوس الفن التشكيلي والتصوير واشترك في معرض تشكيلي يقيم علاقات المحافظة الفن الحديثي في بغداد عام 1966 وفي معرض قليب في بيروت عام 1970 أقام معرض شخصي لانتراجاته التشكيلية في فولي بلانو في أثنات اليونان في عام 1978 وعدت معه في فترة بين 1991 والحدلان تشرفت جائزة تمييز بأن يكون أحد الحاصلين عليها وتحديدا جائزة تمييز للإنجاز المعماري مدى الحياة في عام 2018 وهي جائزة أطلقتها في 2011 ضمن برنامج جائزة تمييز وتهدف لاحتفاء به وضمن تجار العمارة العراقية فبيسد بمارا به وبيسد مؤسد مندس عمر شريف واسم الحاضرين وإثم منه نرحب الأستاذ المعماري الكبير الأستاذ معاذ الألف سوف أتمنى مرحبا أخواني اليوم سوف أحاول أن أخاطب أخواني العرب أكثر من العراقيين لأن العراقيين سامعيني كثير ولو فيه أشياء جديدة اكتشفتها بعد أن كان اللقاء مع أركن اللي فأول التسعات أنه فيه غموض فيه كلامي كثير وفيرات له قليلا من الإطناب لسي بالنوع من التحليل فهمشي أنا الأنواع كنت شاك فيه ولذلك شاك فيه لأنه الهوية حسب ما كنا نتكلم بناتنا إحنا أخواننا الجماعة لبنان وبيروت وحبيب صادق وحمد الأحسن وجماعة أنه الحرية الهوية معناها شمولية معناها أوسع بس إحنا نحاول على تصرف مجموعة من الناس في مكان معين محل معين وخاصة نحن نحكي بالمكان اللي نحن نقيم فيه وما حواليه الشرق الوسط اللي هو كتير من من الاشتراك في البيئة وكثير من العادات والدقاليد على كل فلا زلت أنا شاك بالهذا رح أروح إلى أكثر من الهوية إلى بلاغة العمارة في المنطقة العجيب العجيب والموقف اللي أنا مصر عليه منذ بداية العمارة أو حتى خلال دراستي نوع دراستي هذا النوع اللي مصر عليه إنه هناك بلاغة تخاطب في بعض النتاج المعمارية العجيب إنه في 1913 توفى عالم فيلسوف فيلسوف في علم السيميولوج في علم الإشارات في علم البلاغة في الكتابة فقط واعتمد كثير على الكتابة اللي فيها نوع المشارات والإحاءات واللي تؤشر ولذلك سيميوتك سماوه و في النهاية القرن 20 كان اللغوين أكثر هم بدأوا بدأوا يؤشروا خلال الكتابات وأهم واحد منهم بالحقيقة كان أمبرتو إيكو في The Name of the Rose إشارات وإيمات نحن في في ألف و ساعمية و 84 اكتبت مقالة اللي اسمها الإيحاء إيحاءات وإيماءات العمارة الإسلامية العربية وفي التسعين البلاغة الصورية اكتبتها مقالة ثانية الصر أنه في أماراتنا التركة اللي أنا ما سميها موروث أو الموروث يعني وراثة ورث مثل ما الراحة اللي يترك تركة لأولاده التركة اللي موجودة اللي أدنى فيها إشارات فيها نوع من الإيماءات والإيحاءات هنانا هذا معنى اللغة أو خل هنانا يسميها لهوية اللغة المعمارية اللي المتواصلة معنا اللي هي نتاج مجموعة وتعيش في مكان له مقوماته حتى ولو كان فضعا مجموعة مجتمع له تقاليدة إلى بيتة إلى تاريخها إلى جذورها أيها ف هذه نتج أنها نوع من التخاطب لذا أنا أعتقد أنه في العمارة ممكن إحنا نستعمل هذه اللغة والإشارات إذا أعرفنا ما هي الإشارات المشكلة أعتقد دراسة قليل من الدراسات اللي توصلت إلى معنى ومسببات الإشارات هذه تمام فيه كثير من المعمارين يقول لك أنا أشغل على موروث وأستلهم الموروث بس من يستلهم الموروث أي معماري وينظر من نظرة سطحية بدون أن يتدرج بأسباب وجود هذا الموروث وليش وصل إلى هذا وفي كثير من الغثيف من هذا الموروث ما نستعد نحن نعيد فالدراسة يجب أن تكون معمقة أسبابها ما هي العناصر التي تلهم والذي كونت هذه التركة الأهم هذه العناصر كثير من العناصر التي حاولت أتعمق بها أنها عمرها آلاف السنين يعني خاصة عندنا بالعراق وفي مصر أكيد وفي المنطقة كلها المنطقة كلها من اليمان إلى فيها قيم جمالية من قبل التاريخ حتى في العراق أربعة آلاف سنة قبل الميلاد قيم جمالية متوارثة متروكة إلى اليوم تتواصل إلى اليوم من يد ليد وخاصة في العمارة والبناء هذه التاريخ هي التي عملت عمارة اليوم في بغداد أو في القاهرة أو في دمشق أو في مناطق كل المنطقة هذه رح عللها أنا بعدين بمجموعة من الشرايح اللي أنا لم أو صور قسم منها كثير والإجابة وسببها طبعا هذا الموقف اللي أنا متقدم من أنا كوني معماري مبتدأ إلى يومنا لهذا موقف واحد وكل ما داد قدم بالعمر داد أشوف أنه كان موقف بالنسبة إلى اعتقادي أنه صحيح قد يكون مختاني لأنه كما دار السلسل أنا روي وراي بالسلايدات أنه الطرف الآخر من العصى كيف أنه الفرق هائل بين مدرستين اللي أنا أعتقد واحدة من الأسباب اللي التلوث اللي داي يصير في مدننا وترك مقاومات شخصيتنا هدم تدريسنا الطلاب ولا تعبيد الطلاب على معرفة كيفية النظر كيفية الاستععاب كيفية التواصل ما ما هو حوله من بيئة معمارية وبيئة حضارية متحضرة تمدنة كيف وصل إلى هذا المستوى عمل الأجداد وأقدره أنه خلال بيسك ديزاين ودراسة هذا نضع نضع مهم مفقد ومتأص لأنه يروح يبدي مثل ما يتعلم الملمس ويتعلم البروبوشن ويتعلم المقياس ويتعلم الدراسة والمقاومات المعمارية لأناصر التصميم يتعلم كيف أنه يرى تركته ليس كنتاج معماري وأنها كفارسة يقرف هذا اللي موجود والسبق وشيء تاني المهم جدا أنه على مر الزمن نحن أدنا لغة حتى باللغة الشعر والعربية تختلف عنها فهناك تعاريف ومعاني نحن نراها بصورة مختلفة عن الآخر هذا التفرق هذا النوع من الفروق اللي موجود بيننا مثلا المكان في تعريف الجرجاني يقول هو البطانة أو الشيء هو ما زاح من له في الفهرسة أي أنه حدث يزيح موقع هذه هذه التعاريف التي تتعلمها بالتأكيد من يبدأ يحكي على المكان وفي باله في موقع في بيئته هذا معنا ومع العلم يعني الفلاسفة الآخرين مثل باشلار وغيرها بعدين أعرف أنهم حواس حتى الفضائل وهذه نحن بالنسبة أن الحواس وهذه الإشارات موجودة في المكان يطينا إشارات كنت أقول أنه الإشارات في المكان عدنا قوية جدا إماءات يعني مثلا أي صوفيا وخنيسة لب المسيحية في تصميمها يحط لها أربع تصاميم مدورة كبيرة الله محمد والخلفاء الراشدين تتبدل إلى جامعة مبنى مبنى أنا أذكر مثلا في الكتاب في 1937 صدر حول الخيضر كانوا في جدل أنه الخيضر هذا حيرة أو النبط أو الإسلام محمود شوك للألوسي قال هذا إسلامي والسبب أنه شاف في محراب موجهنها ولكعبة خلاص إشارة هذا الإيماء هذه الإيحاءات الموجودة هي لغتنا المهم أنه العالم كله ترى كلهم عمدون لغات يعني أنت هس اليوم الحديث العمارة الإيطالية حتى الحديثة منها يقول لك هذا بناء إيطالي ألدروسي قراتسي سقاربا ذول كلهم معمارين إيطاليين أشغالهم معروفة أنه إيطالي ونفس الشيء الألمان عندك أونغار وقران وذول كلهم عمارتهم ألمانية حتى إذا أخذنا مثال ألماني ألماني وأممها على الحداثة ففي لغات موجودة معمارية فلماذا إحنا بهذا التاريخ العرام هذا التاريخ الغائل البيئة الفريدة خلقوا لها حتى صحرانة فريدة حتى صحرانة لماذا لغة نفقدها نهائيا بأسباب عديدة مثل ما فقدناها هذه اللغة أبدا في إكسفور دبي أصلا لا يوجد بناء الذي يحكي لغتنا أبدا أبدا لا يوجد على كل فهلا رح نبلش أحاول ما أعرف ده يجيك السوا نعم موجودة موجودة نعم يعني ظهر بس مور فلسكين بس دقيقة هذه كيف أعمال مضبوطة يعني موجود نعم موجودة الآن لغة شاشة كامل أوكي 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 الآن الآن فلسكري نعم أوكي ف رح أور أرجيكم أنه هذه القيمة الجمالية اللي موجودة وتخصنا هي تواعنة يعني أنا أعتبرها تعرفني أنا إذا أجي أشتغلها بالعمارة وقدر أستغلها وقدر أستلهمها وقدر أقول هذا فلان من فلان بلد من فلان حضارة من فلان تاريخ ف تصوروا هذا بليت عمر 3000 قبل الميلاد من منطقة في الورقة في أور حتى الرسم والفتحات الأبواب حتى إذا ندخل إلى التصميم نفسه والفناء اللي موجود فيه تصوروا هذا عمره 5000 سنة أو حتى 6000 سنة هذا البليت على طابوق على مواد محلية مرسوم كأنه بتي سكوير و قياس مقبوط هذا بيت دار بلعب 4000 سنة بضبط قبل الميلاد شوفوا الحوش شوفوا الفناء الداخلي الفناء الداخلي اللي أثر قبل 4000 سنة إن اليوم فيه قبرص يسموه حولي مثل ما يسموه الأتراك حولي وحتى في إيران في المنطقة كلها لا زال موجود أنا شخصيا عمل يمكن في 400 دار قل ما عمل دار خاصة في بغداد والعراق من دون هذا الحولي وسأرجعكم أنه كيف الابروتش الابروتش تبعي للحولي ما يؤلمني جدا العفو ما يؤلمني جدا هذه استمرت العفو هذه استمرت هذه أبني عباسية ورسم عباسي بالعراق صور هذا النسب والجولدن سكشن وكيفية بناء الأبنية هذا المخطط الفوق هو مخطط المستنصرية والمخطط الثاني الواجهة المستنصرية كيف التناسق الأقواس ورسم الأقواس ذو القوسين الوترين نصف الوترين وحتى قصر الخضر أنا رحت عليها وحاولت إيجاد النسب تبعه بالضبط هو ما يستغل على النسب الذهبية على الجولدن اللي أخذت في النهاية والصعمل والكوربزية وغيره وغيره والإيطاليين والتاريخ كله خذني ضمن المقالة أنا كاتبها في إبن ثماني هذا على فيتر عراقي موجود في أبنيتنا وهو نقاط الارتكاز أكثر أبنيتنا فيها نقاط الارتكاز هنا في بلان المستنصرية فيها نقطة ارتكاز وهو البركة الماء الشذروان احنا مثل ما نسميه الفانتن النافورة اللي من بينه هنا بالمخطط هذا المخطط والقياسات عملوا مجموعة من أغمان أقاموا في المستنصرية ووجدوا كل النسب والموديولر والموديول طبعا المستنصرية عدهم دوكومنت هائلة أرطاني نصخة منها موجودة عندي ونفس الشيء في رسوم الواسطة البغدادية نقاط الارتكاز ردت أجد أنا أين نقاط الارتكاز في رسوم الواسطة صور كيفية الزرع ينتهي جميعا من نقط الارتكاز العيون كل العيون تجي في خط واحد عجيب يعني في هذا شغل فهذا هو هذا موروثنا إذا اليوم في بغداد في بغداد أجدتكم أنا شو موجود في بغداد اليوم في بغداد مخطط يباع في الفيسبوك والتويتر لبناء دور هذه عمارة العراق اليوم شوفوها يؤلم يؤلم حقيقة هذا الثاني هذا أنا مخطط من الفيسبوك يعلن أنه نحن مستعدين إلى عمل لدور وخرايط لدور سكن وإجاب آخر قال رويني الإلوفيشن حتى هذا عراق اليوم هذا عراق آخر نفس الشيء ذات الشيء حس تشوفون الأعمال اللي سبقت وطاريخ العراق المعماري هذي دار حديث اليوم دا تنبني بعد اجتجاه هذه عدوهم استطاق لا استطاق لا هذي السلالة مثلا مصد وال الربزين هذا مصد الأعمال طلعت الطابقين و عدوهم هذي دائرة حكومية يا أخوان دائرة حكومية في النجف الأشرف في مقام الإمام علي صوروا هذه عمارة في مدينة الإمام علي في النجف الأشرف والمصيبة الأخرى يعني دائرة إنه حكومية أوكي يستعمل القرميت في سبيل تخلص من الثلوج والأمطار الغزيرة في وسط صحراء العراق تصور النجف يمكن حتى الغبار لأنه أذكر أنا فراي أوتوم صاحب في الغبار والرمال وأثقال تكون عائية مثل أثقال الثلج فالظاهر هذا ما نقول لك حتى يتخلص من الثلج من الثلج نجي على قيمنا اليوم نتشارك جميعنا في المنطقة بالنسيج مدنة النسيج المديني يعني حتى بيروت من طلعنا إلى ارتفاعات تختلف عن هذه الارتفاعات النسيج بقى محور إلى هذا أرجوكم كيف تحور النسيج فهذا نسيج ثلاث سنة قبل الميلاد وهذا مخطط مدينة أورد تصوروا هذا المخطط وسأ حويكم مخطط آخر هذه مدينتين عراقية واحدة في عانا في أقصى الغربية على الفرات تخي والمادة حجر وأرجيكم شي رح يتكرر في كل بناء و في الكرخ في وسط بغداد مركز بغداد هذا نسيج الكرخ اللي أنا اشتغلت على التخطيط الأمراني فيه بالطابق المتيريال تختلف بس كلب يعني المرصوص يشد بعضهم بعضا هالإكسايتمنت اللي موجودة من زقاق إلى شارع إلى ثناء إلى ساحة والكل الكل يشتركون الفيتشر هسا يجع علي مرة ثانية بس لاحظوا النخلة النخلة موجودة في غرب العراق وفي بغداد وفي البصرة هي هم النخل فهذا النسيج العمراني في مدن متشابه ويروح إلى مناطق كثيرة يعني حقيقة الف وتسعمية وعشرين وثلاثين بغداد القديمة في وسطها صعب السكن ف توجهوا نحو الشمال نحو الأعظمية مجاور دجلة تقريبا مدينة كبيرة دور كلها جديدة الفناء الداخلي ثقف إلى درجة أنه عملوا فناء مثقف بس الباحة الوسطية موجودة هذا النسيج حديث في بغداد لا زال الروح والتراكم موجود لأنه البيئة واحدة اللغة واحدة الشعب واحد المجموع اللي عائش في هذا المكان تصرف واحد تصوروا هذه في بداية القرن أو في بالعشرينات أنا أعتقد تخطيط إنجليزي كان لأنه كان من الحملة الإنجليزية فخططوا هذه ومن حسن حظ أنهم معمرين جيدين لأنه جوا من الهند ما جوا من دائرة الاستعمارات البريطانية أنتوا لاهظوا أنتوا لاهظوا طريقة الشوارع والأزقة بيناتها ذات الكنسيبت إنه هالحنان هال السوربريز موجودة كلها طابق again ولو أنه قسم مننا بلغستر لأنه دخل السمنت ودخل أنواع وبعد هو هذا مو كونكريت كله كان بسيستم بسورجيكم أنا استعملت وإلى اليوم ما استعملوه وحديد وأطواق يطوق الطابو ما تستغربوا أنه قيمنا على الرغم من اختلاف البيئة بس هذا نسيج مدينة قرطبة القديمة هذا نقلناه وأثرنا بالمنطقة ببدء قال النخلة صارت شجرة عادية ولا هو عدهم نخل أنا شو تلي عدهم من أين جاء هذا النسيج دورنا كلها تفتح إلى الداخل هذا هذا دار دار اسماعيل أفندي زان ما بي ولا فتح إلى الخارج معدل المدخل الوحيد الوحيد على الخارج والتهوية والتهوية كلها من الجدران وفناء داخلي هذه الفتحة النسيج اللي عمل هو الفتحة هذا بيت ثاء رخر هذا بيت خالي في بداية السبعينات القرن التاسع عشر ورشيكم هذا البيت هذه أنا الغرفة والد فيها هنا في هذه الغرفة هذه دار ولادتي هذا أنا بالنسبة لي في مساماتي سأرجعكم أنا بعد ما افتهمت شنو الكورت ليش هذا الكورت سبب نوع العيش مالا كيف استغلات كقيمة جمالية وصمالات قد تكون مشابهة بعد وي انتوا تفرجوا على هذا التبليط هو ذات الطابوقة بنفس الطريقة معمولة قبل أربعة تلاف سنة في أور ذات الطابوقة اللي احنا نسميها اليوم فرشي هذه فرشية والبيت كلها بالطابق بعد وي كلها بالطابق هذا بيت ثاني شو الكورت هذا لأنه على النهر عنده شبابي كاملة هسأ أرجيكم يا في سلايد آخر ما مع العلاق بالها هذه أبنية حديثة أنا مصممة هذا الدار المقعب وهذا الحوش يعني يسميه الحوش لأنه بالعراق العام بيسموه حوش وهذا في دار أخرى أربع بيوت تنسيق الأحواش تبعها تنسيق الفناءات بيناتها لاحظوا أنه كل الفعاليات هذا الدار هذا الدار الدار ثاني هنا وهذا دار هذا الدار المقعب وهذا الدار الرئيسي هذا فناء المقعب فهذا حديث عدهم هناك يعني قليل تلك السبايس كلها مفتوحة نفس الشي هذا السبايس واحد السبايس واحد لثلاث طوابق نجي على ورجتكم أنه السقوف السقوف هذا سقوف طابوق رغم أنه هذا البايلات بالنهر يعني كثير أدفانس إنشائيا لكن تسقيف سهل جدا وهذه الأقواس أنه ممكن لنستعمل الإنسليشن نرجع على نقطة الارتكاز شوفوا هذا السقوف هذا منحوت مع الأسف فقدناها لأنه الأمريكان اعتقدوا تحتها أو فيها أسلحة فضربوها بالأخمص فتتها فهذا نقطة الارتكاز من رويت حكوميانا في الأخير موجودة نقطة الارتكاز في هذا البيت نفس الوقت ف سقف هذا الفنائم سقف بس سأرجيكم أفنيا لحديث غير سقفة أجب هذا الفناء هو هذا ذاته هذا الفناء غير مثقف هذا 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 بالضبط في قبرص تصوروا فناء آخر مفتوح هذا لأنه تعرفون هذا تسجير راد الوادي مفتوح هذا التخطيط الحرام هذا ما دايبين ما أعرف شون حرك يمكن يتحرك ما أدري دعا ما بيتحرك وزغر هذا وزغر على كل هذا فناء آخر حتى في أبنية كبيرة مثل مستشفى الوزيرية هذا كل غرف المرض تفتح على هذا الفناء ما في داعي ما في داعي مرضى يكون إلى مفتوحة على الشوارع وال مكتشافي أبدا ولا اكتشافي هذه الوركة قصور مدينة الوركة وهذا لخاذر هذه الأثنية وتكرارها وحتى في الأبنية الكبيرة ذات الحجم الكبير يكرر أنا أكرره كثير في العمارة ومن أجمل ما يكون هذا الصور وإنتوا هذا اليوم اليوم هذا مثلا مبنى خلينا نقول كان صراي والصراي اليوم يبدو تورى أربعين طابق الصور الأربعين طابق يخدمه مصاعد مع أنه هذا تتمشي من تتمشي من كورت إلى كورت من زقاق إلى شارع إلى حديقة إلى فتحة التنوع اليومي مع أنه يوميا تطالع مصعد وداخل الكوريدور والأوجه يشوفها زاتها يوميا مع أنه في بيئتنا نمط العيش آخر من حسن حفن جوجاما من يشتغل بالعراق وأنا أقول هذا دائما أنه لا يسعه إلا أن يتأثر حتى الفمالة مثل ما يقولون هذا شغل أجانب سكنوا العراق المتحف البغدادي من تصميم وقتها مقتراح ميسس بيل ميس بيل اللي هي أسست الدولة العراقية ونصبت الملك فيصل كملك العراق بعد تنصيب الملك فيصل المتحف البغدادي جونان مهندسين إنجليز ميسن بن جامعة للبيت هذا اللي عليه صار ثم قبل ما بيجون الإنجليز تصوروا أنه هذا عمل قبل ما يحتلون الإنجليز العراق عمل عثماني صراي صراي الحكومة نسميه القشلة إلى اليوم يستعمل بجمال لا يصب هذا هنا شارع المتنبي شارع الكتب ومنها سوق الصراي أسواق والمحكمة الشرعية هذه شغل عثماني تصوروا وهذا الطور اللي يسه موجود تصدح ساعة بغداد فهذا شغل بيت لنج عثماني تصوروا هذا عمل بغدادي إلى اليوم سمعت أنه هذا وضعوا عليه اللوكوبون شو هاد عملي اللوكوبون تغطى و مسؤول يقول أحسن حتى لا صلحون مو قضية تلف ليش ما صلحوا صلحوا استعملوا و دوروا إلى مدرسة دوروا إلى جامعة أحسن أحسن تشوفون هذا الأبنية القبيحة الساخنين أنتم فيها هذه المستنصرية هذه المستنصرية رويتكم أنه الجيومتري طبعها هذه كلها مدروسة حسب الجيومتري بالموديول اللي رويتكم يا لألمان شوفوا تأثير على معمارين العراق هذا مصابقة فاز بها مكتب الاستشار العراقي لمجلس الوزراء الحالي كان الحالي بعدين لأنه بعد الحرب قصف وبق على حاله وهذه مسابقة أخرى هذا ما نشوف لماذا نحن نعرف مسابقة أخرى تحت هذا لا أستطيع أظهر ما أظهر لا أعرف ستكلم 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 نعم ستكلم لا 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 أستطيع أظهر ما أظهر ما ما أعرف على كل الإليفايشن مقطوم مقطوع هذا مجلس الأمة القويتي مسابقة فزنا بها تقريبا نحن بس أعادوا أعادوا المسابقة مع الدنماركي قدس ورباح أو القدس الرباح ستكلم يمكن أصغر على كل لا هذا مجلس الأمة شوفوا تأثير المصنصرية علينا بس الروح كل نقل ما بي بس الروح اللي موجودة فهم ما عامل الآخر هذا عندما فتحت يقول لك هذا القرن الثالث الهجري القرن الثالث الهجري هذا البناية التصور هذا ما زال تصور التأثير يعني أقدر أقول بنفس الوقت هذا مرقد الإمام موسى الكتاب وهذا التأثير علي تصور هذا الأفنية والتكرار بالمناسبة التكرار value غير مستحبة قيمة تصميمية غير مستحبة بالنسبة للحداثة يعني من إحنا طلاب يقول لك شيء له هذا تكرار ليه إذا تكرر أو تماثلية ما يعجب بالحداثة أو زخرف كلها متى عجبة مع أنه هذه هي مقاوماتنا هذه هي الـ مقاوماتنا من المقاوماتنا من المقاومات الأفنية ومن هذه الروح المعمارية التاريخة تأثيرها على حداثة على المعاصرة العفو ومش على الحداثة شوفوا هذا هذا المتحف الذي رويت حكومية وهذه بناء حكومية أخرى النهج النهج واحد التأثيرات وحدة اللغة نفسها الإشارات الإشارات يعني هذا حتى الغير العاركتب من يشوف هذا المبنى الجواني يعتقد يربط بهذا المبنى الآخر من دون ما عرفت ليش وهذا هو المطلوب هذه المطلوب هي اللغة ندفعان بها المستنصرية فيها أروقة والاتصال بها لعب هائل بالضياء وبالهد يأثر يأثر هذا اليوم هذا في شارع حيفا على اليمين وعليسار في بناية في مسقط اللي فانكشنل لاناتهم اللي هم دور كبير خاصة في الإمارات كمجرى هوائي والواجهة الأخرى هي على البحر على الخليج وهذا شارع حيفا لتواصل البشر بدل ما هو محمد في شارع الجمهورية وهناك مروّق رواق قدام الأبناء ويتواصل فيها نجي إلى القيمة الأخرى رويتكم الطابوقة اللي هي أقول إراقية بصرف واللي أستغرب أنه أبعاد ذات الأبعاد اللي موجودة في ألمانيا 24 سنتين هذا بابل تصوروا انتو هذه بابل عظمتها سقطت 500 قبل الميلاد فمعنها سومرية 3000 سنة وذات الشي هذا بناء عباسي موجودة في بغداد بنفس المعدة تصوروا انتو هذه هذه الموتفز اللي شغل بتضعبوهم و بنفس الوقت ذكروا هذا البناء اللي يبنى اليوم في بغداد هذا أبعن نفس البلد ونفس البيئة ونفس اللغة هذا بيت أمم حديث في بغداد هذا بدأ من من دخول الإنجليز 1911 إلى أقول لك إلى الخمسينات أو الستينات إلى أن رجعوا الأكلة هذه بيوت اعتيادية أصطوات بغداد يعملها بيت أبويا هذا اللي عملها هذا بيت الحج روف والد واحد من المعمارين الأصدقاء غسار روف توفى الله رحمه صديقي جدا شوفوا السياج شوش سياج النخلة لا تنسون النخلة بقى النخلة لسا نجي عليها النخلة بس هذا الفناء ثقف ثقف بال بال مش توقف بال حديث والأقواس اللي ورجيتكم هي اللي أنا مستعملها ورح أورجيكم بيت مؤخرا أنا أمسوي الطابوق الطابوق لغة وتأتمد من محل محل هسه هذه لغة الطابوق مع العسف هذا من بين هذا بالأندلس وهذا في قاديش قاديش على البحر على الأطلنطي بعد من عبر ريبالطارق في إسبانيا آخر مدينة قبل ما ندخل إلى البرتغال هذا معمل سقاير كان مبني بالطابوق طابوق يش بالطابوق العراقي وهذا في غرناطة غرناطة اللي شارع كامل هذا وعندك السوق وتستغربون هذا وين هذا بناء بالطابوق في شغل غاية معمل آخر كان في شغل غاية من أجمل ما يكون هذا المبنى أنا مصوره كله في شغل غاية مع أنه العراقي هذا شوفوا الطابوق هذا عثماني هذا كان قصر الوالي العثماني اللي موجود بالكرخ اللي صار بعدين السفارة البريطانية صوروا هذا بناء 1860 1870 العراقي هيك كان يبني وهذا في الكرخ شوفوا هذه الكتر طبع الهواء المثلثة والمربعة المكعبة الطويلة هي نسميها نحن الباجة الباجة هي مداخن الحمامات يحموا الحمامات علي الرادل مداخن تطلع هذه مداخن الحمامات تختلف عن المثلثات اللي هي الاركتر البادغير نسميها نخلع شو كل المنطقة بها نخل كل المناطق بها نخل إلا النخلة الأخرى أدنى تختلف أدنى تختلف والسبب تنمو أكثر مما تحمل في البلاد الأخرى اللي يأخذوها من العراق ما توصل هذه إحنا ما نسميها نخلة هذه العجن وأنا حطيتها لهذا السبب نسميها عاطة والسبب إنه عاطة لأنه من تغ تعيط وهي الصوت في الحقيقة نقول عاطة كأنه فأرودكم أنتوا النخلة في كل نسيج موجود ويب ما إذا كان في شمال العراق أو الشمال العراقي إلى منطقة ديالة ما بتصعد أكثر من ديالة في الغربية وفي البصرة وفي بغداد هذه النخلة موجودة وتلهم تلهمني من دون أن أعرف كيف تتلهمني إلى أن فنتوري فاليوم واقف على الشط أنا ويا في بيتي اللي ما إيشي أنتوا عملي هو من النخلة ووقفنا أنا ويا وسكتش سكتش عدنا على أسو أجلكم يا شو هذه النخلة مع الأسف هذا ما عم بيبين هذا سودو نخلة يعني يريدي ينقل هذا في بيروت عمل هذا الموجود والكابتل هذا مع أنه في بيت حديث إراقي في بيت إراقي هذه النخلة تلهم يعني حتى هذا المحجر ماذا بين سأرجوكم في بيت مع أنه اليوم هذه نخلة اليوم هذه مدخل أحدى مدن العراق هذه نخلة اليوم تصوروا الذوق الإصفاف الإصفاف في نقل الموروث هذا تبع بنتوري قال لي مال حتى المقرنص ها هو من النخلة أنا هذه محاولة إلى مشروع استلهام النخلة تصور وهذه النخلة من دون أن تشعر يعني إيدها ليش أنا أقول من نروح للكمبيوتر لأن هالحس هالعواطف هالشاعرية اللي موجودة بينك وبين القلم وبالعمارة والشعور مضقود هذا بيت خالي شوفوا النخلة هنا ورويتكم في الموسى الكاظم كله نخل يعني حتى المحجر هنا من بين كله نخل كله استلهام النخلة أنا ما عرف أستعمل هذا الزوم كان خبرت لكم هذا هذا استعمال الحديث هذا حديث ونصف قوس طابوغ ما يحتاج هذا البيت ولا متر مكأب أو قدم مكأب مبنى 1966 طابوغ عراقي متيريال عراقية معاصر مخطط ما لا سم رويت المخطط بنسب معينة موديول هذه كلها موديول 19 موديول 19 موديول يسوي 21 يسوي 20 متر هذا النخلة بالنسبة النخلة بالنسبة هذا ما هذا مدت بين هذا موديول ما نستطيع نخلص منها لا أعرف ماذا 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 هذا نخلص نحن ماذا نحن هذا مبنى حديث هذا حديث نعود إلى كل العراحة تقرار تقرار اللي موجود في النخلة في الإمام الكاظم ماذا 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 تقرار من 100 من في القرن العشرين في الشرق الأوسط هذا الخوار اسمه اسمه طنطل فعدنا طنطل موجود في من أجمل لوفا للنحر دجلة أجمل لوفا صور صوروا بعد وقت هذا مليون دولاري رح يكلف هذا البنية الجديدة أنا مستغل هذا مستشفر وجدتكم الفناء الداخلي لتباع المستشفى بالطابو هذا بالنهاية اللي ذكرها أخي بالتسعة وثمانين تكرار الفناءات كل هذا هذه اسواق في شارع حيفا كلها اسواق في شارع حيفا وهذا دار هذا هذا الفناء تبعه مع العصر ما مصور الفناء تبعه بالضبط هو فناء قديم بحيث أنه يتدرج ويصعد إلى فوق هذه كلها موجودة محلية مأقولة منها أعتقد خلصنا خلصت شكرا جزيلا أخواني إذا أعدكم هذا أحكي لكم أنا السري السقطي في بغداد واحد من فلاسفة كان ما يعطي يتكلم إلا واحد سأله فأنا فضل تسألوني أي شيء تردون سألوني وأنا أجاوكم أحسن شيء أيها أيها أشكركم إن شاء الله شكرا جزيلا سادم العزيز يعني حقيقة محاضرة جدا ممتعة وجعتنا إلى الحنين إلى الإمارة العراقية إن شاء الله إنهم يعني بها أحباط شوية بس أنا محبط خلي أحبط أحبط الإخواني العراقي معايا يعني أكيد هو الأمر يعني مو مو فقط محبط ألك محبط للجميع يعني وجود أكيد الكثير من المحاور المختلفة التوجهات الآن المختلفة نظريات مختلفة فمعرف نترك يعني الأسئلة للأخوة أكيد يعني عدنا أكثر من ستين من الحضور يعني واحدة من المحاضرات اللي مبتازت يعني تواجد الكثير من المعماريين فإذا أكو سؤال تحبون أنه ترفقون الإيد موجود أو تكتبو بالشات بوكس ما أعرف إذا أكو أسئلة ما أكو أسئلة يمكن خل خنقل بور ما أبن خليهم أستاذنا العزيز يعني إحنا خل نقلب حاليا في الوقت الحالي عندنا التعليم المعماري موجود والآن تكنولوجيا الرقمية والحنين إلى الماضي والكثير من العناصر المختلفة والاستدامة أو غيها الآن يعني خل نقل ما هو نصيحتكم للتدريسيين وللطلب وللطلب بالحقيقة أنا مو موضى الدل هذا ما أطلبه دائما من الطلاب أكثر الطلاب ما أطلبه أريدهم أنه يفكر قبل ما يشتغل يفكر يعني مو يترك أمور كلها إلى الحاسوب أنا مشتغل بالحاسوب بالثمانية وسبعين في نيويورك يعني من الناس اللي وأشتغل للحاسوب كأداد لكن ما أخلي يفكر عني أبداً لا أخلي يجردني من شاعريتي ومن عواطفي ومن أويتي من أنا؟ الحاسوب بيعرفني من أنا؟ ولا الحاسوب بحيصير لحمي ودمي أنا أريد أن الواحد يعرف نفسه يثق بحاله يثق بموروثه يثق بالتاركته حتى أدخل ويتواصل مع الجميع يتواصل مع ميته يتواصل مع المجتمع اللي موجود به هو ما في حدا يفهمه ويعني وهي الصور جيتك وانا دا يصير هذا غريب غريب يعني لغة غريبة أو لا لغة مثل ما هذه لا لغة لا بها إشارات لا بها فهم لا بها علم لا بها أي شيء وبعدين هذه اللغات خلال شهر ما يتحول يبزع لأنه ما في استيمليت ما يبقي أنه دائما على مر الزمن ويتعتق ويخاطبه ويحاكيه ويكتشفه هذي كلها هذي السبب هذا اللي أريد أن يفكر هذي سبب اللغة هذي هو سبب اللغة أنه يبقي خاطب اللاوعي منه غير الواعي فمشكلة لدينا مشكلة كبيرة والتدريس ما يجزالون أصدقائي وزملائي يقول هو يتحكي علينا أنت بالتدريس مو أنتو مو أنتو هو البيئة كلها لا تستعد إلا أول شيء أهم شيء أنه نعلم أنه يشك أنت حتى تبدأ لازم أي شيء ما يقيلك حر في فكرك في تفكيرك في هذا أحنا ما نقدر أن نكون أحرارا أبداً ما نكون أحرارا في كل شيء وكل المنطقة لا تقول لي أكون في بلد حر بيروت كانت بها شوية من التحرر شو عاملو فيها ما إحنا كليةنا في كل المنطقة صعبة ولذلك التدريس في لبنان أحسن من أي محل آخر بس بعده متأخر كثير بالنسبة إلى التدريس في ألمانيا وفي نيويورك وفي خاصة أمريكا التدريس وصل إلى مرحلة وإحنا مدى نستفاد من الموروث يعني أجيب لك مثل رود آيلن سكول أوف ديزاين الطالب مجبر يروح سنة يتفرق يقدر يتفرق في إيطاليا روما وفلورنس حتى يشوف الكلاسيكس حتى يشوف الأصل لأنه عمير نحن كم طالب يتفخره هو رايح إلى أور أو رايح إلى نمرود ما فيه كم طالب يتخرجه حتى في العراق رايح إلى الأهرام أو رايح إلى ما بعرف وين ما فيه ما بيعرف عنجر وين ما بيعرف ما أعرف شنو هذه كلها كنوز كنوز اللي تربي ترعر البشر وأحنا مغافين عليها كليتنا ما بيصير فما أنا ما أبدن ألوم الأساتذة الجو كله الكل الجو لا يساعد على وهذه عبدالله حسان كامل أستاذ الكل كان يدرس civil engineering في جامعة فغداد قبل مصير جامعة وقبل مصير فرع هندسة المعماري الوحيد هو خريج هارفر جان أول سنة بعد اللي هذا وأول دورة اقتراح أنه نسد المدرسة ونبعط طلابنا بره لأنه ما ممكن ندرس هون صور هذا دين نحكي احنا بقى الـ 62 63 اقتراحه ذاك الوقت احنا تراجعنا ثقافيا وحضاريا من 62 الى اليوم واحنا بعنا ندرس عمارة وانتشرت مثل الهشيم النار بالهشيم يعني ثلاثين أربعين كليات عمارة والربح التجاري هنا أنا في نقوسية كنت أشارك في جامعة طلاب العمارة أخذ صفين الخامس والرابع أستغرب يعني دولة كيف وصلوا للرابع والخامس مستحيل فأسألت الأستاذة ناسه ما تقول لي لي كم واحد من دولة يصيرون أركتاج قالت لي فدوا واحد قالت لي فدوا واحد عنده القابلية الباقين كلهم ما إلا العاق والعاقين قلت له زيان ليش أنتم بقيهم إلى خمس سنين قالت دعش ألف باون دعش ألف باون تنسد الجامعة ما نقبله ما بيصير ألا يدري كم جامعة وتعالي دفع فلوس والمعدل هو أكبر خطأ أكبر خطأ أنه أنا أقبل على المعدل يا أخي هذا ممكن يصير علامة فيزي يطير صواريخ لاذا تجيبتها تحرم البلد منه وأكي واحد عبقري رسامي هذا بالفيزي ما أخذ صفر بالحساب يأخذ صفر بس موخة يشتغلوا ويرسموا هذي قالت يجيبها لهذه وعلمها عند القابلية يصير عبقري هذه ما القضية المعدل الأشياء آخر وبلاي امتحان ودكتور خالد يقول لا نعلمه ما ممكن أن تتعلمه يا أخي انتوا ليش دا تاخذ واحد ما متعلم أخذ واحد متعلم وصوي فلتا زميليم الشاباندر يمكن أن يكون لدي سؤال قرات في تشيرهم نعم 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 سؤال جاء جدا جدا بساعتها ويعني موضوع جميل ورائع وبداية جميلة وطيبة جدا لإن شاء الله لخدمة التحديث الجاي إن شاء الله في العراق الحبيبة فهو أنا ليه سؤالين الحقيقة يعني أول سؤال هو قد يكون بعيدا مش بعيدا لموضوع قاول لكن هو ما هو تأثير التراث الحضاري العراقي على عبقرية عمارة زع حديدة الله يرحمه ده أول سؤال السؤال الثاني وأنا بعتقد أنه هو أهم يعني ما هي الخطوط العريضة للاستمرار في تحديد الأنماط المعمارية في العراق الحديد خصوصا مع مشروعات التعمير القادمة سريعا لعارة عمار العراق يعني عمار العراق إن شاء الله يعني متوقع السور اللي جاء القادمة حيثت لي عمار شديد في العراق يعني شو عدت رليونات الدولارات يعني يعني إيه الخطوط العريضة عشان استمرار التحديد للأماط المعمارية بحيث إن التحديد يبقى قائم برضو على الحضارة العراقية والأماط العراقية على الفكرة أنا مش معمادي أنا إنشائي يعني أخير في غبرة دوليسة أكثر من خمسين سنة في philosophy في construction وفي وفي project management بالضبط أنت السؤال الأول زهاء حديد ترفض الاعتراف بتأثير العراق بحيث إلي أنا من واحدة من شغلاتي قاعدين أنا وياها قبل ما في لندن الذي أنت مجنون هذا الحكي تبعك جنون فهي لا تعترف ببيئة المكان أبدا ولذلك هذا مؤثر على شغلها وهذه مدرسة أخرى يعني ممكن أن تنقل أي مبنى وبالفعل مثلا هذا البعبع اللي رويتكم إياه أنا بتنطل الوتيل البنك المركز العراقي منه ثلاث أبنية موجودة في محل آخر مشابهة مئة بالمئة خلنا أخذ علييف علييف ممكن الشيلة تحط في أي مدينة أخرى لا إلى علاقة في قذرستان ولا إلى علاقة بتراث المنطقة ولا يحتاج موقع ويعني المثال اللي موجود اليوم اللي تأثير زهاء على اللا مكان ما دا نشوفه في دبي في خاصة يعني في هذا الأكسبو الأخير الأكسبو الأخير إنه عجيب غريب يعني حتى المدن الكبرى والدول الكبرى تركت أصالتها وصارت عرض إلى الاستهلاك على كلا أما خلي الجانب لأنه أن يبحث عليه السؤال التاني مهم جدا أستاذ حسين صعب صعب نفصل العمارة عن الثقافة العامة عن ثقافة البلد كله البلد هو ثقافيا كله كيف أنا أدرس عمارة من ما موجود مسرح أو كم طالب رايح إلى المتحف العراقي مسكر إذن كم واحد داخل مكتبة وقاري تاريخ الأقدم من اللي موجود اليوم ما فيه قلت لك ما الثقافة العامة يا أخوان دائما أقول أعرف من أنا روح أقرح حتى أتعرف من وين موقعك أنت من الجميع من الإنسانية وكل العالم عم يمشي أنا موقعي وين يعني حتى المعمارين الممارسين اليوم هل واحد سأل نفسه أنه آنش وين أنا من كل اللي عم بيصير أبدا فمشكلة الثقافة العامة والتخلف اللي صار بالعراق اتخلفت ويا العمارة اتخلفت اتخلف ويا الطب ما عدا الفن الآن أتر هاليوم أنا دائما أقوله في جمهورية ثقافية عراقية خارج البلد يعني معمارين يدرسون في مدارس أجنبية بتشوفهم هذا بس بالعراق ما دا يدرون يدرسوا يعني أول شي تقاليد العائلة الجامعة تسكر ساعة أربعة العصر أو خمسة العصر وممنوع تدخل الجامعة جامعة الناس كنا نبقى إحنا سبعه تيام بما نروح للبيت قاعدين نشتغل حتى كيف شغلنا المكتبة ما بتسكر هذه كلها ما يقدر بعدين عيب كل شي عيب ما بيصير مع أنه العمارة وتدريس العمارة تحتاج إلى تحرر كامل حرية كاملة تحرر كامل من هذا ما في أطار بالضبط والشك يعني أنا كان عندي مدرس يريد أني أشك في كل شي اللي أقوله خاصة في البداية أكسب الثقة بعدين بعد ما أتعلم وأعرف وأعج وأجرب بنصر عندي ثقة حتى أتكلم هذه عندنا كل ما في يتخرج صار معماري لكوربوزية ويعلن بالتواصل أنه أنا أعملكم بيوت أو يعمل هذه الشجرة شفتها مدخل إلى يعني مشكلة كبيرة وما نقدر تجردها ما تقدر تجردها يا أستاذ حسين أبدا لأنه البلد ككل تصرف ككل أخلاق حشمة احتشام فروسية العمارة بها فروسية بها عطف على الفقير على هذا لذلك إحنا جايين عاملين كليتنا شو الأطروحات طبعنا بالجامعات كلهم بيشوفهم نوادي وتوار وماذا بشنو يابا مو عندك هذا السبعين بالمئة من الشعب العراقي ما عندك أبر أعيش بالأشوايات تروح لهادي المشاكل أول مرة تروح تعيش معهم شوفهم خدمهم هيك العراقية تقدمه فأنا يعني محبوب مو أقول لك مؤيس لا ما أقول مؤيس لأنه الشباب دا يثبت إنه يوم على يوم أكو شباب قوي وجميل وممتاز وعنده رأي مثل شباب مصر وشباب مصر شفت شو عمل عمل وندر موجودين شباب لبنان ومشاكل الدنيا فيه رأسه مع أنه صامد أمل موجود بس أحباط موجود مش يأس أحباط إن شاء الله كنت هذه أجوبك يعني إليك الوافية بس أحبطين صوتك ميوت إذا أتكلم معرف الإجابة بنشكر حضرتك الدكتور بنشكر حضرتك الدكتور بس طبعا هو يعني واضح إن التطور اللي حيحصل إن إحنا متوقعين كلنا يعني بالمدة إن حيحصل تطوير كبير جدا في العراق وفي سوريا وفي مصر وفي المنطقة دي كنوار غيرها فيعني بالكلام اللي هاتك كايلو برضو إحنا إحنا إيه يعني أمرا مش بعادة عن بعض أوي يعني خضر حضرتك فيظهر أنها بقى لازم يعني إيه مش هلقد أن نتمسك أوي بتراثنا في التصميمات أو في المشروعات القريبة في القريب العاجل يعني نعم ده اللي يقدر نفهمه يعني نعم وزي حديد يعني يا برضو زي حديد الظاهرة زي حديد ظاهرة أيو 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 ظاهرة ومحترمة وفخر بالنسبة إن بس وي كان ما نقدر نعممها بلظفت لا يمكن تعميمها أبدا ظاهرة لأي طبعا هي هيا لها فلتة لكن هوا دي كلمة أفكر أنه نقولها بعد ذلك حضرت برضو المعماريين المعماري اللي ما عندوش يعني انطلاقة بقدر ما يكون يعني مش عادوا يعني كلمة مجنون دي 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 في العمارة مش 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 زم ايه قلتلي دي انت مجنون انت مجنون دي مدحة تكرين جدا جدا موزستان انا اشكرك انا اشكرك بشريفنا انا اشكرك الله يحليك بشريفنا بشريفنا كده ان شاء الله باللقائط تاني قريبا شكرا يا دوكسر شكرا انا في خيرا شكرا فلاح اه تخرجت من الجامعة التكنولوجية الفين وواحد و اه اه يا هلا حبيبي يا هلا زميني دكتورة اه واني هناك بالولايات المتحدة تنتقرى على المسابقة مال فينتشوري مال عفو جامعة الدولة ايه الكبير فشيفت اسكيتشات مال تيك وراحت يعني هواي مكانات رحت تلقيل ارشيف مال بوكتها رفعت العفو محمد مكي ورقيت هواي شغلات بال بال ارشينيت فالواء لو تحكين شوية عن الاجواء اللي من كتبت مال المسابقة مال الدولة مال جامعة الدولة اكو اشياء متين كثيرة يعني انت تعرفوها بيناتكم اه هاي اه هاي حلوة مال حضرتك بنتشوري شون قاعدتوا شون ضح شوين تناقشتوا هاي لأشياء شوية تتحفن بيها تشيئ ذكريات حلوة وانا يعني محمد حضرتك اي 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 لا انا معاصرها كلها معاصرها وياه وبعدين عندي الاسرار لانه المرحوم جنين كالتاني اه الخبير العراقي بالعمارة الاسلامية اللي بالجوري هو توفى مؤخرا هو كان عطري اما يعني ما من يفهم بالعمارة الامارة المساجد وباني كثير عمارات ايه استاذ هو درسني جنين ما اعرف هم درسك ها جنين شان هو اعطاني التقرير الجوري بس للمعلوماتك في اليوم اذكرتها في مجلة ميمار ال تبع ال اغا خان في العدد 17 موجود بالانترنت موجود مقالة حول جوامع وحول المسابقة اللي كاتبها كاتب ناقد فرنسي مهم اسمه بارنارد ويت اتش يو اي تي يوت اه كاتب التفاصيل عن وين الخطأ بالجوامع الستة وين الصحيح ومن الاصح اه نتركها بس هذا يقرأ او تفيد كل شي تفيد بس انا من ناحية الجوري ومع عكيها قليل حكيها حسب التقرير حسب التقرير اكثر من ثلاثة في اول راوند ديس اول راوند اولهم فنتوري مع الاسف اقول لك فنتوري ما عامل معماريا قد اسميها اني فلتر ما عامل معماريا من اجمل ما يكون العمارة هائل بناء هائل مع الاسف لا يصرح ان يكون جامع هذا العيب اللي في كان ولذلك يعني مع الاسف هو سقف الصحن وهذا الرفضوه اليوم ديسقفون الصحن في كربلا في النجف عم بيسقف السقف الصور هو اللي تسقف تستغرب تستغرب اذا من من التاني اللي اذا اكلكم وبرح اقول اسماني لانه ما اقول اسماني بس لانه حيط المحراب في نصف دائرة عامل حيط المحراب لازم يكون خط مستقيم ما في هيراكي يعني من هذا الحيط المحراب من صار هذه الدائرة ضد كل قيم المعمارية الدينية اي انه ادخل الهيراكي يعني رح يصير الامامي وراء اربعة خمسة رئيس الوزراء اوياهم اربعة خمسة من هذا وراء عشرة وراء خمسط اش الى ان يجسر هذا ما يصير بالعمارة ولذلك حتى العثمانين من رادو الخليفة يريد يروح الى السلطان يريد يروح للجامع سونا منصة لا تقعد لي قدام وتخربط الوضع لا توقف ويا المصلين مثل ما يوقفون هسا كل الزعماء يوقف مع المصلين كلبه لا فرق بين عربيين وعجمي الا بالتقوى لا اسود ولا ابيض لا فقير ولا غني ما عدل خط واحد من صار المحراب مدور الحائط المحراب الحائط المحراب الحائط القبل مدور احد المتسابقين والله عمل الصحن مشجر يعني ما ممكن للصلاة دول الثلاثة وبقين الثلاثة تاكياما اللي عامل البوديوم طلع اللي قدام اللي ياباني طلع اللي قدام بقى التنافس بين الثلاثة الهوائل وهذا اخذ ثلاثة اربعة ايام تقسم الجوري تقسم رفعت تشادر شي صوته كان لا يسمع بسبب انه احد المشاركين مع هذا الالوسي واحد من المختلف عليه ومع هذا الالوسي فترك الجدال جنين يقول هذا المبنى بغدادي عراقي بكل حذا في راق كوبان يقول لا هذا الاسلام يلازم وما بهم ولذلك كوبان فضل فنتوري وجنين فضل نيئلي من جا رفعة راد بوفيد فاتفقوا انه ذول الالتلاثة يشتغلون سوا فراسم وبالتأكيد يعني جامع رسم هائل جامع رسم جيد بس انه يمكن لانه تطرف عراقي فيه يعني اكثر من اللازم الجامع وهذا ما يقول ويت ويت يقول بس جامع معه هو الجامع العراقي صحيح هذا ويت يقول في مقالت قصص طويلة على كل ما يحدث بالجامع الى اليوم هي مستمرة الجدل هل ممكن المعمار يكون مفتي ويفتي بناء يعني مثلا 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 الجامع المثمن في الارض المهم هذا ما يصير ما يصلى به او حتى اجيب لك مثلا طلب طلب مني مراجآت جامع شيخ زايد قبل بناء موجود شفت انه جامع ممكن يصله فيه والسبب بسيطة كليش بسيطة لو يشوفون كل جوامع الدنيا القبة تنزل على اربعة ما يصير تنزل على اعمدة مش مربعة والسبب انه صفوف يسموها البلاطة والسكوب هذه بلاطة وديكسكوب البلاطة والسكوب ما ممكن تعملها اذا مو القبة من هي مدورة جواها مثمنة تنزل الى مربع حتى تنزل الارض مربع نسميها الدرام الطبل الحزام الحزام نسميها هذه كلش مهمة جامعة شيخ زائدها ما موجودة ما يقدر يصلي بس انا اكتبت تقريري وراسم بدران قاتب تقريري وسوها ازجان اللي هو هسه استاذ في الجامعة في اسطنبول هو كان مدير الاخر خان ثلاثتنا قلت بعدين انا قرأت التقارير ثلاثتنا راضين انه يصير انا قلت لهم حلها وكان لي حل انه اصوي مكتبات بالداخل بحيث انه ارتب بس سوها ازجان اقترح انه يبقي ويمدحون الشيخ زايد انه وقف الشيء الغلط لانه ما ممكن بس ما كنا نعرف انه راح يصير هو مقبرة سالم هو تومز الى شير زايد كان ماذا واسأل الى ما وفقين بي فالجوامع لها مشكلة في شخص في الاراق اللي بعد جنين مراه يمكن هو الوحيد اللي دارس جوامع العالم كلها وكيفية الاصطفاف ومع الاسف ما دين شرها لانه انا قاريها كلها ممتازة ولد اسمه زايد سعداوي يفهمها ايه اركتك مماري عراقي ايه قضيت الجامع بعدها بعدها بحارة وشفت شو صار وراهنا يعني صار جوامع اه داري مثل الشيخ معروف الشيخ معروف من اقدم جوامع بغداد اللي تحول الى صحن طائر وطير راح يطير وانواع الالوان القبيحة اقرق اقرق يعني للاخوان العرب يعني ضفدعة فهيك الجوامع دا تم مسخ مع الاسف ويسموها هذه في التاريخ يعني مهمش قيل الوصف في كتاب بالصباح وثلاثين اسمه جوامع بغداد يسموها جوامع ضرار جوامع ضرار غير موفقة الجوامع لازم تكون جوامع تقوى يعني الجوامع ضرار شي يقصد به يقول لك جوامع فلان ابن فلان بسموها هذا جوامع ضرار حتى شنو يقول رحمة الله الجوامع لازم جوامع تقوى جوامع تقوى ما عدنا اليوم وبدأت من جامع أم الطبول ما أن علاقة بي على كل القصة طويلة مع الجوامع أنا أفضل أنه بتعد عنها يعني أنا أعمل الجوامع اثنين ثلاثة بس أنا أنا غير أنا أعتقد أنه ما ممكن أنا ها ماذا خالد السلطاني وقف ضدي بالجامع لأنه يعتقد أني مجدد ليش في الجامع ما أجدد ما أقدر هو يعتقد أنه أنا شجاء وأقدر أجدد وأخذ خاطر وأجدد ما أقدرت ما أقدر أجدد في الجامع ما أجدد لأنه ما أعتقد لأنه يمكن لأنه أنا ما أعرف بس هذا عن الإسلام أنه الأطر أجدد أنت حرية خروج منها ما أعرف أه على أكبر شكرا لأنه هذا الحديث عن الجامع وأنه المتالقة كلا لحلقات وليس حلقة واحدة إن شاء الله يمكن لنا فرصة ثانية يعني الاستعراض لهذا لأنه بها ظاهر كثير من الخبايا الموجودة و سيد العافين بها هواي هواي بها هذا المقالة مال إن شاء الله إن شاء الله بالقريب العاجل يعني كثير من إعادة المرفوعة لأسئلة ما أعرف وقتكم يسمح أستاذ نبغالي الإجابة عليها اسمها ميمار المجلة هي تقصدها تسأل عليها لا لا أقول كثير من الأساتذ رفعين يديهم من السؤال فأعتكم مجال يعني تقمي بلعكس أنا وياهم أصد إذا أقو طلاب إذا أقو طلاب والله هو الكثير من الطلاب كاتم من شات بوكس وفي عدنا هنا استاذ رافي يمكن كان استاذ وسيم ناغي رئيس التحان تحوظ المتوسط للمعمارين يمكن استاذ رافي إذا تفضل يعني تفضل سؤالك منه استاذ رافي يمكن كان عنده سؤال راسم الصوت مسموع أول شي بتشكل كتير المعمار معاذ على المحاضرة القيمة من خلال قراءتي لكتاب الأخيدر والقصر باللوري للمعمار رفعت الشادرجي خصك المعمار رفعت بلحظة انتسابك لا الاستشار العراقي وأيضا لما حضرتك تركت الاستشار العراقي والأجواء التوتر اللي كانت موجودة في المكتب وحتى بس أنا سؤالي كشخص كنت ملازم للمعمار رفعت الشادرجي كنت حابب أعرف النظرية الجدلية في العمار واللي خصلها كتاب شارع طه وهمر سميث إلى أي مدى كانت ذا صلة في المطبخ اللي كان في الاستشار العراقي لما كنتوا بتقوموا بالتصاميم إلى أي مدى كانت هذه النظرية تسخر لأنه في كتاب طه وهمر سميث كان يحكي عن دورها كشيء كان بيساعده في عملية الدراسة كطالب وهو بعدين كان قدم اطروحة فيها ولكن احنا معرفنا بعد ما تخرج وبعد ما النظرية وضعت قيد الاختبار الميداني إلى أي مدى كانت تثبت صحتها أو إذا هل تم تسخيرها في سبيل التصميم المعمارية في مكتب الاستشار العراقي أو لا شوف أنا رأي أعكي لك أشياء اللي هو معك رفعت من البداية بالمكتب كان عنده بحوث في الجدلية من كان في لندن موجودة تركها وتوجه إلى الشيء العملي نجي أول أعمال اللي عملها رفعت من أعمال جميلة موجودة دار منذر منذر منير عباس دار باهر فايق دار محمد عبد الوهاب بناية كتخدة بناية التشوربتي هذه الأعمال كلها لا تتم ولا تنم بأي شي عن الجدلية نشوفون جاء طالب فرش في عنده تشلنج بالعراق شاب يريد يحدث وأنا استغرب لأنه في الوقت ذاته هو كان صديق جواد وجواد من الناس اللي طبقوا الجدلية اللي يقصدها الانتاج كلها وهو اتماع إلى البيئة اللي يعني داحك عليها بالفن بالمناسبة اللي لا زالت مستمرة وقوية يعني حركة قوية بالعمارة لا بعدين أنا أقول لك في سنة الخمسة وستين الف سعمية وخمسة وستين في مسابقة بلدية مسابقة الوزارة البلديات في باب المعظم اللي ما تنفذ بين الأوقاف الأوقاف في باب المعظم واحدة من التاورس كان شجاعة أنا كنت راجع من لندن بوكتها بعد ما أخذ السبعة تتكلم للمكتب كان من الشجاعة يعني بحيث أنا مو بس متخاوف يعني مثل ما يقولون إنه دخلنا في طور جديد في فكر جديد ف وبالفعل المسابقة ما ربحت بس الجوري كتب تقرير الفائزين بصفحة ولماذا أنهم أعطونا الجائزة بأربع صفحات ليس الذكرة التقرير تقرير بنوع من الانتماء حتى في العيش أقول لك يا كنن يعني طريقة عيشنا كانت أخرى طريقة نظرتنا للموضوع كله الحياة كان شيء آخر للأكل للبس للفن للمسرح للسينما كله كله كان يختلف تحليله والتسبيب من راح إلى السجن وقعد كتب لهذا الكتاب مال الخيبر حقيقة غير أنا همنا لأول مرة أحكيها التواصل في أخير سنة من شفته يضعف بيني وبيني وأنا أريد إلى أن مات أسمي أستاذي لأنه فضله في حياتي كبير و يعني فشفت أنه أنا ما أقدر أستمر وأسباب أخرى أبدا ما كان بسوة ومعجب الترك حقيقة غير يعني تأذى أديت أنا يعني كان متوقع مني شيء آخر أنا أقول صراحة بس أنا كان المفروض وبعدين هو أترف أنه ما سويت أنا صحيح ولذلك بقينا إلى أن نتوفى إلى آخر يوم أنا صديق وأخويا وأستاذي وزميلي ومعماري هاي هاي فور أسه تعرف أخ أنا مؤخرا من شفت عممك شيء فالنوع من الرجوع ما أحلى الرجوع له عممك شيء أنه أي واحد ما يحق بعد يحكي على الاستشارة العراقي غيري لأنه أنا أكبر فترة قاضية فيها أربعة سنة قبل ما أترك وقينا متواصلين في بغداد من شغلة شرع عيفا ومستشار مع العظمة ف اي همني رفعت وما أريد أنه وحدي يسف بحقه أبدا أبدا بالجدلية ما أقدر أجاوبك لأنه هذه ليش أقول لك كان صعد نازل عدن في المكتب حسب المشروع حسب وكانت التأثير ما لها صار مذل ما أنا هسا دع أفكر أنا كل هذا الحكي ترى بعد ما توقفت عن العمل المعماري بقيت أشوف أنه أنا ليش تصرفي هذا يعني صوروا هذه ما البلاغة الصورية يعني 85 كاتبة مقالة على البلاغة الصورية لأنه كيف العمارة لازم يكون بها بلاغة تنم إشارات وإيماءات وحتى تعرفك مثل اللغة هذه أنا بالخمسة وثمانين كاتبة بالأرأة كيف هس بديت أشوف أنه أنا ليش كاتبها وشو هذا المعتقد وش ليش هذا الموقف كموقف يس الجدلية كانت مهمة بالنسبة لنا أبدا موقف ما أخذين إحنا موقف لا نحيد عنهم أبدا إلى اليوم أنا اليوم صرت يمكن أكثر متعصب ومتطرف قبل شت أقول مدرسة أخرى أحترمها هس أنتقدها أقول مدرسة أخرى أنتقدها أحب أنه يعني أنا أجبتك على تساؤلك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك موجود من الرافعين إيدهم أحمد 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 نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أحمد السلام عليكم السلام نشكر أستاذنا الكبير عاذل آلوسي ونتمنى يعني الصحة والعافية على هذه السياحة الثقافية وهذه البغددة وبغددة حلوة يعني ليسكن على دجلة وبالعظمية وبغداد يعني أكيد هذا يكون مليء بالبغددة اللي وصلتنا من هذه المحاضرة وبصراحة يعني إحنا عندنا ارتراب ثقافي سواء ثقافي عام ثقافة المعمارية حبيت بس أسأل جنابك على نقطة وهي أنه الحرف المعمارية التقليدية اللي اندثرت يعني إذا المعماري برؤية جنابك يعني يعني يعود للانتماء للتراث خلينا العربي والإسلامي بس هذه فقرة يعني الحرفيين أو قسم من الحرف يعني أسرار الحرف والنوهاو يعني ذهبت مع أصحابها فيعني شون جنابك يعني ملء هذه الفجوة الحقيقية يعني هي سواء يعني حرف المعمار الشعبي أو المعمار التقليدي يعني حاليا نحن نفتقر إلى هذا الشيء ناهيك عن فقرة التعليم الأكاديمي المعماري يعني الاغتراب بالمسألة التعليم بس إذا حبينا نعود يعني إلى التقاليد والانتماء واللغة المعمارية فهذه مسألة اختفاء الحرف أو يعني اندثار الحرف والحرفين معه إذا كان سؤالي يعني واضح أول أول شي خلي نفرق بين التقليدي والتركة أنا ما سميها عمارة تقليدية هاي سببا بي عمارة محلية بس ما سميها تقليدية لأنه التقليد من اسمه إنه ما بيتطور مثل مظيف الأهوار هذا عمارة تقليدية بالمنطقة تقليدية على آن وراس وتبقى تقليدية في هذا التطور موقعها تكون في المتاحف في المعارض أبدا الحياة سايرة يعني أنت لو ناخد للمان الحياة التقليدية اللي عندهم كثير وهذه الأسماء كل واحد من 24 حرف هذا ينظف بس مدخنة الباجمة للدخال هذا يمر مثل ما عندنا شراخ الشاشين اللاخ الفرفوري هذا النداف هذه كلها صارت جزء من المتحفيات التقليد التقليدية لا تقاوم تطور في العمارة التقليدي لأنه هو تقليدي باقي اسمه تقليد ولذلك أنا ضد كثير من المعمارين يقول أنا أشتغل فراثي شي سوي يقلد أي يأخذ عربسك شباك عربسك ويحط بالبيت على هذا شنو بالله دانطي طابع هذا هذا ليس مترك هذا ليس المقصودة المقصودة لا أنت أعمل بفكر ومسببات وبيئة ومعاصرة اليوم أنا أنا ابن اليوم أنا بالجد ما أكون بغداد وابن العظمية ترى أنا ابن اليوم أنا ما أفرق عن أي ألماني ومع أنه عايش بألماني وزوجتي ألمانية وابنية بس أنا أفرق أحكي لك مثل مثل مهم جدا وليش أنا تعرف ابن العظمية وعندي شخطورة أنا مسويه من تنك والجسر هذا من كان يبني أنا حول الجسر ده أتفرج ليل نهر أنا بالبحر بالنهر أعبر وأرجع وأعبر وروح للسائل وأرجع العظمية كل أنا فارغ بالمي سبح هيك علاقتي بنهر بغداد من درست عمارة ورجعت ثق أنه شفت دجلة غير شكل أحلى مئة مرة من قبل ليش لأنه مواقب الإنسانية كيف تفكر وكيف تقارن وما هي يعني شفت قارنت دجلة مثل فسحة سمارك ساحب بطن هذا مثل الهاتفارك بنص المدينة فراغ نفس الشي أنا يجري بعد أجمل هيك يقوم تشوف دجلة أنا الحائط الجدار الطابوق مع السينما العظيمية كان عندي شكل وهلا شكل من رجعت بعد الدراسة فالتقليدي ترك التقليدي فاتفهرس انحط بالتاريخ وراح زمنه سجل راح سمنه متحفي إس ما لنحافظ على ذيك كل البيئة الجدلية ما رفع كل البيئة وكل احتياجات البشر انفقدت للتقليد يعني أنا أجيب لك مثل من أحد سياسين بغداد في المنطقة الخضراء عمل لمظيف جاب من الأهوار وصوى لمظيف من هذا مال القصف هذه قشمر هذا مو محافظة على التقليد التقليد شوف حتى منارة إسا أجيب لك المثل هناك منارة في السوق يبيعها في السوق مريدي من حديد أو من غبرك أو شنو اللي ريدي يسوي جامعة يروح يشتري منارة هذه هذه حرفة دا يريدي يعوض عن حرفة ما يفيد هو الحدث العمل الفترة الزمنية المعاناة المعاناة وراء هذا الشيء لازم جزء منه جزء من المنتج ما أقدر أنا أجيب 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 واحد أجبرا وقل تعال الإبني بالطوف ولذلك تشوف البناء ل أستاذنا الكبير حسن فتحي من كان يبني بالأدوبي صار لليبني بالأدوبي في بحيرة سوى من المليونرية مش لي أنه بناية ذي بور أبدا صارت بناية ذي ريش ونفس الشيء أننا طوف من هس اللي تريد تبني طوف أغلى من بناء الطابوك هذا التقليدي ما يشتغل وأنا بالنسبة لي بالكرخ سوين سربة للأبنية اللي لازم جماعة كلهم قالوا للي تعرفنا إحنا ياهو اللستد ياهو اللستد جوابي كان بكلمتين وبعدين أنا أقر إذا أشوف أي شي شوفوا ما نقدر نسوي اليوم أو ما عدنا العمل أو كلفت كل شعال يصير إذا نسوي اليوم هذا لازم يكون أي أنه ما نقدر نسوي هذا تقليدي ما نقدر نسوي اليوم راح لا عدنا الوقت ولا القرص ولا من النهو ولا من الصح أن نسوي خليها تروح تبقى المتحف فيها الشيء في التطور في التطور في اللحظة اللي نحن نتجمد في الموقف ما يلومون عليه يقول لك تستخل العواطف وتبني هذا وتستلهم التاريخ هذا يجي التقليد شيء آخر مفهوم حبيبي أحمد أحمد تسمعنا كانت الإجابة إن شاء الله هو وافية احنا ننتقل يمكن للشات بوكس إذا عندك مجال أستاذنا يمكن سألت على دكتور شاب أندر هو سأل السؤال ما هو رأي الأستاذ مع عزب جناح العراق في إكسفو 2020 يمكن جاوت أو تحب يعني الضيق على الإجابة حتى ننتقل بعدها هذا السؤال حقيقة تردد علي وطلب مني أنه أكتب مقالة علي أفضل أنه أربع بنفسي خل أقول هذا لأنه عندي موقف من الإكسفو بأجمعه نعم بأجمعه غير العراق والعراق كل ارتكب ذات الجريمة نعم فعلا من هذا طلاع على بعض المشاريع ومشروع سواء الإيطالية أو الألمانية كثير من النقد يعني من نعمارين محلين كلما النقد مشروعة بشكل أو آخر حتى المشروع المصري برغم جماله يعني الكثير من المعمارين المصريين وإحنا الآن على منصتهم بمعربية أيضا يستخدم فأكيد يجوز راح نسمع من عندك في وقت لاحق يعني مثلا يجوز على تقرير كامل على إكسبوط إذا سمح وقتك في أو تحب الآن تكلم في الشيء السابق ما فهمتك ما فهمتك يعني زير هذا أدرني أدروني على لا لا هو أول نتأمل تكون فرصة في طريقة ما لانه استعراض راح أكتب مقالة طويلة على كل أتجنب العراقي أنا لأنه أتجنب العراقي وهي تفهم أنا لأشي أتجنب أكيد أكيد كثير أكيد كثير من اللغة الصعب وفظوص المصممة سؤال أعتقد من 6 ناس على أعتقد هذا طالب الدراسات يعني السؤال باختصار الحوتيات في العمارة المحلية تعتقدها كانت تقنية موجودة في العمارة العباسية هل من الممكن استخدامها في الوقت الحالي رغم ما يتكلم عن تقنيات الحديثة أعتقد إذا أبحث في هذا الفصوص لا أنا بالضبط هذا أبدا أبدا كل أنا معاصر أنا ابن اليوم أنا منذيت لك أنه يصبوني ابن بعد الحداثة أنا صاحبي بنتوري يعني لا لا أبدا أنا ما ممكن أستعمل تقنية القديمة بس قل لي لازم أعرفها أهمشي على أنا ابن هالبلد لازم أعرف تقنية مين هذا ومنه وشو عمل وكيف عمله وليش عمله يعني أنا مع الاصطوات كل معلموني كتير النجارين النجار أنا مهم كلها بس أستعملها أبل أستغفر الله لا أبل أنا أصدر أنا الوقت أثر فلسفة الفلسفة الجديدة علي الحياة كلها يعني حتى الكورونا أنا أثرت علي لا لا ابن اليوم أنا ما ممكن أنا أستعمل أي تقنية قديمة هسا أنا قلت يأخذ شباة قديم أو يروح لنا الجاري ولا سوي لي مثل الشباة وحط بدون أن يتعب نفسه ويعمل شباة شبي نفس الروح هذا اللي أنا ننتقل سؤال ساغوسيم رجع لنا موجود رفع إذا ساغوسيم هل تتفضل سؤالك سعد مسيكم شكرا على السهل عبر الزمعاز إذا بتتذكرني نحن صديقنا ومشترك حبيب صادق في بيروت التعين عدة مرات طمان طمان موجود هلا لازم ما أعرف أنا والله بسبب البوست حطوا على الفيسبوك حطيت ريمايندر لأحضر المحاضرة والله مشتقلكم ويطوكم العافية يعطيك العافية طلبي معاكم الله يكرمك الله يفرج علينا وعا كل الوطن العربي أستاذ معاذ بالحديث عن الأكسبو اللي بفهم تماما موقفك إنه كونه لا يزال فعاليته جارية بدي أرجعك شوية لفكرة الأكسبو اللي بدأت من القرن التاسع عشر بأوروبا مع بدايات الثورة الصناعية والحداثة واللي وصل لعنا على العالم العربي بمعرض دمشق الدولي ومعرض في بتركيا معرض إزمير الدولي ولاحقا بمطلع الستينات صار عنا معرض لبنان الدولي اللي تنفذ بمدينة طرابلوس طرابلوس أيوة صحيح ما بحفظ أكسر لك فرصة زرته ايه رأيه له وصلته بيه ممتاز وكلت سنة طبعا صح هو أنا طبعا هذا المنتج المعماري للراحل أسكار نيماير فيه جدلية كبيرة ونحن عم نتابعه مؤخرا لإدراجه على هو صار مدرج على لائحة المؤشر للتراز العالمي ولكن طبعا أنا بحب أسمع رأيك بموضوع الهوية لما معمار بموهبة وعبقرية نيماير وكل أجيال الحداث الأول والثاني بيعملوا مشاريع خارج دولهم وخارج نطاق ثقافتهم وبيستعملوا مفرداتهم المعمارية ولغتهم المعمارية شو تقييمك لها التجربة وكيف بتشوف يعني شو من رد على اللي بيقولوا إنه هذا المكان لا ينسجم مع الفكر المحلي أو اللغة المحلية للعمارة بلبنان وحتى المقياس السكيل تبعه والفلسفة تبعيته وللأسف هو لم يقدر له أن يشغل برغم مرور هلأ أكتر من سبتين سنة على فكرته ما رأيك أنت بهالتجربة وكيف بتشوف تقييمك لهالتجربة وكيف يجب أن نتعامل معها بالمستقبل بما يخدم البيئة المحلية بطرابلس وليبنان أولا الأكسبو موضت نهائيا لأن كل الأكسبو اللي عديتهم كان بها كونتروبيوشن وأخير واحد الأكسبو طبعا ميلان الكنتروبيوشن ما ألا من ناحية البيئة والعمارة الخضراء كان هائل يعني أنا ذكر في جوري في عمان بنات عملين طور في الويب ده كله أخضر يبيع مخضر سوء تحته اسألتها للبنت قلت لها أنت شفتي أكسبو ميلان قلت لها شفتي البابليون تبع الأمريكان قالت طبعا لعدان أستاذ مين أخذت الفكرة طبعا الأمريكان كان أكبر مساحة فوتبول سي ستركشور كله زرعي بيقع مخضرات منه خضروات طماء طواد البيئة كانت كل أكسبو كان يقدم ثيم اللي يفيد البشرية من الأوتوميوم إلى طرابلوس إلى الشام أنا حاضر الشام من أجمل ما يكن ما للشام فهذا الجديد نتركه أحسن 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 نجي على المعمارين اللي يترك بلدها ويروح أنا شخصيا أنا شخصيا من رحت إلى بلاد أخرى مثل أرمينيا ويارفان و كونغو برازافيل كنت أبحث إردال إشي إنه اللي أتواصل مع البشر اللي موجودين فشلت في الكونغو اللي أنه ما فيه ما سميناه بوقتها جني المكان جينس لوكي فالجينس لوكي ما كونغو ما موجود أوكي المشكلة اللي أنت دا تحكم ميسا فيها ودا تحكم على الأجانب لأنه الأجانب الطبالين هم اللي يختارون مدى نختار مدى نختار أخو تخام اللي واحد مونيو كراتسي أحد انطاهم بناية مونيو برلين والله هي باني بناية في برلين بالطابق خمسة عش طابق من أجمل ما يكون راح بناية برلينية يعني أوشتلون برلين 1910 من بدأ بزمن إلى وسي عيون عاد كل يصير البيئة اللي موجودة في برلين بنايات برلينية كلها حتى وصلت السائلة لقلاس والمثلة هنا اللي دا نختار على اسمه نختار فرانس قيري أو نختار هذا اللي ما أخذ ورده من الصحراء وأعمل ها ميوزية أو ناخذ اسم ناخذ ها حديد جيب الاسم اللي هو ما معترف أصلا بنا هو ما معترف من الرزم تبعه هو يريد يحط لا لو يختارون معمارين مثل دنس فانتوري فانتوري لو شوفوا البناية اللي أنا عامله من بغداد والله بغدادية مية بالمية هم ما دين هو جامع اللي سواه فانتوري أقول لك جامع هائل بس الغلط بالترتيب ما يصير جامع بس هو كفكر بغدادية out of this world هم ما دين شفت الانجليز اللي شوه هذي جامعة آل البيت ببغداد واللي ورجيت كياه ومسبل المتحف العراقي هذول هم اليوم الفلوس اللي عم تختار تجيب واحد مثل روجرز يعمل ليشراع على هذا هو التراث ويصوي اللي يسم وهذا هو التراث مدى نجيب هم مدى يختارون الأصيل يختارون الطبال حتى يقول لك أنا جبت فلان وصو علي فلان زا حديد على شيء انه جابوه على بنق المركز ما تقول لي بس اسم كظاهرة عندي مبنز جدت في قبرص عملت جسر بيزنطي زا و تو شيء سموهم باسيوني تو باسيوني فينيقي فينيسي من فيندقي زا شالتها وعملت كل شراع كونكريتي من هذا فهم جاب هل لم تندمين فهو السبب اللي الأجنبي اللي دا يطلع ويروح يشتغل ودا يكلفوه مو ذاك الأجنبي اللي هو محترم روب كريير وانا روب كريير كل شغل ما عنده ولا ليون كريير اثنين هؤلاء كلهم من الناس اللي يعتقدون بالموقع وقلت لك فنتوري واحد فنتوري كل مهم انه فنتوري عمل بنائي في بغداد جديدة أنا ويا العراقي الشريكة بنائي بتجنن جنن شون فق اما الاسكيتش هات مالي بس افتر بغداد وقف قدام بيت وقال لي مال شوف دي كل شغل كل منخل هذا اللي حاكي ورويت من فنتوري هو اللي جاب الفكرة اللي ما تشوف هذا كان شوف قبر النهر النخل كله هاي طلع طلع هذا حتى لتقرنص طبع الجواب عن النخل هاي قبل الجامع قبل مسابقة الجامع هما ما عم بيجيبون الناس اللي جيب الاسم اي شو صنو الفرنسي اللي انسيت ابو الموند عراب شو صنو جانو 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 هذا المشبك فوق الميوزيوم هاي تجارب براسنا عم بصير بنده يجيبون قتلك موني ولا يجيبون كراسي ولا يجيبون الدراسي ولا يجيبون سقاربا سقاربا اصلا ما يحكي يحكي اللاتيني اصلا هو كل من تمي فيه كثير كثير خاصة في اسبانيا وايطاليا متازين شكرا شكرا جزيلا استاذ يمكن شرط لانه استاذ حبيب صادق موجود مش Holiday لا تفضل أصحاب الله مساءكم أجمعين تحياتي أستاذ معاذ ضحياتي أستاذ معظم أنا شهدتي مجروحة طبعا لأنه أنا استمتعت كثير بهذا حكية كثير أنا ويا أنت ما ديش أفضحك هذا الثرثار الجميل معاذ هو الثرثار الجميل أو حكوات العمارة العربية اللائقة فبعتقد كانت جلسة جميلة خاصة بالاستخدامات المدخلية اللي استخدمت مسألة التركي قريتني أكتب عادة كنت بنتظر هذا التسجيل المفهوم الهوية باعتباره مفهوم واسع يعني أنا بعتقد المسألة اللي طرحها الأستاذ معاذ هي مسألة اليوم عم تشكل جزء رئيسي من نقاشاتنا وشي اللي بالآخر سألوا زميلي واسيم اللي قمعنا بمؤسسة الجريرجي من أجل العمارة والمجتمع واللي نحن بننظم جائزي من أجل العمارة وبعدها الاجتماعي أنا بعتقد يعني كثير كان مهم المدخل اللي عمله معاذ حول هذا الموضوع اللي إله علاقة بمسألة ما هي العمارة العمارة أنا بعتقد يعني يمكن إنما نسألك زميلنا رافي حول الجدلية أنا بعتقد العمارة هي ظاهرة قائمة بعتقد أنتم أسستوها بالمكتب الاستشاري يعني باعتبار العمارة الظاهرة اجتماعية تستخدم الفنون والعلوم ولكن هي عمارة تنتج منتجا إنسانيا هذا البعد الجدلي للعمارة باعتبارها باعتبارها جدلية العلاقة مع المنتج في زمنه في زمنه وعطيت أمثلة رائعة جدا أنا استمتعت بالأمثلة مع كل إرباكك التقني يعني العواطم ما فيه عواطم تقول إنه لأسج عطبي فكان كتير مهم كيف ممكن يعني النماذج اللي قدمتها كيف يستلهم كيف يستلهم الواحد من خصوصيات المكان قبل يسمي من التركة من التركة لأنه كلام الترمينولوجيا مصطلح كتير رائع هذا اللي هستخدمه كيف ممكن الواحد يستخدم من التركة جدلية العلاقة بين المنتج المعماري في زمنه المكاني وزمنه الأصيل اليوم باعتباره نوع من الصورة اللي ممكن أنت وطرحتوا بالعالم العربي بالتحديد هذا الجيل تحرير المحتوى من الشكل وليس بالذهاب باتجاه الشكلية المعمارية بل الذهاب إلى شيء نحن بإحدى وبيتذكر معي وسيم نحن بإحدى جوائز رفعة كنا دعيين أحد المعماريين اليابانيين توقفة اللي هو إدوارد سوزوكي وحكي عن الانترفيس بالعمارة اليابانية وخاصة العمارة اللي هي منعزلة مش مثل عمارتنا التي مرأت بأصور متنوعة متراكمة يعني تاريخنا طبقات كما حكيت وكنت أنت وعما تحكي عن عمارة العراق أنت عم تحكي عن طبقاتها مش عم تحكي عن نموذج منفرد عم تحكي عن طبقاتها الزمنية وعم تحكي عن جدلية العلاقة بين الأزمنة وحكيت أن الطوبي مشتركة ولكن فكرة النخلة بغيرت من السومري لليوم يعني هادي المسألة اللي طرحت هي جدلية العلاقة وذكرت أكتر من مرة الشكل أنا بعتقد أنا بعلاقتي مهارفة أتبعرف هدى على فكرة مبدأ عراقي اللي علاقة بالمعتزلة أن تشك في كل شيء وأن تسائل كل شيء وبعتقد هاي جدلية هاي جدلية مكانية لإنتاجكم المعماري اللي راحت باتجاه تحرير المحتوى من الشكل من الواجهة كانت الواجهات كانت الواجهات هي لوحات تشكيلية لتربط المبنى بمخيته ومش بداخله وهذا تكريس لفكرة كتير رئيسية أنا بعتقد العراقيين وأنتم بالتحديد طرحتوا فكرة وفكرة أنا بعتقد هي موجودة بتاريخنا مسألة الانترفيس والعمارة اليابانية والأخمش وأسيوية هي فيها أجزاء من عنا من تراثنا المحلي من قرثنا من تركبنا المحلية علاقة المكان مع محيطه وأنت لما نحكيت عم تحكي عن الواجه أنه هو هو ينظر إلى الداخل علاقته مع الخارج هي علاقته مع الحي مع الشارع مع المناق مع مواجهة الطبيعة ومؤثراتها أنا بعتقد أنا بعتقد أن العمل بهذه الجدالية اللي تطرحتوها بكيفية إنتاج عمارة تحاكي زمنها وأن لا تقطع مع الماضي ذكرت بشلار أنت كمان عم حاول فسر بعد ما قلتك بلغتي أنا شوية حتى الآخرين تطرحت مع بشلار أنت أستذكرت بشلار لمعاه وهابن أشابنا أنا بيفهم الألات يعني تطرحت بشلار أنه تطرحت قضية رئيسية عند العرب أنه العرب المهزوم اليوم أمام مواجهة العصر بيرجع ليشتر الماضي مثل الجمل ليرجع إلى ماضي مهزوم يستنجد بالماضي أنت تطرحت بشلار بصيغة أنه هناك مكان يجب أن نقطع مع بعض القضايا التي انتهت بقيت مجرد ماضي وهناك إرث حية والتركي حية ممكن ممكن هذه التركي أن يعاد سياغتها بمفهومها الشكل المعاصر الذي يؤمن علاقة بين الداخل مع داخله حاجاته وبين الخارج مع محيطه وهذا 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 اللي سميت وانت بشكل اكتبر الجميل اللي هو هو البلاغة لأنه نحن نقل مش نعمل ديزاين يعني باللغة العربية هذا الشعور اللي حكيت وانت واللي هو شعور محلي شعور خصوصية مكانية لبلادنا لنتيجة قدمها مش ديزاين ديزاين هو مفهوم مرتبط بالصناعة بالثورة الصناعية بالقرن التاسع الفلسفة حكيت عن الديزاين الصناعة صنعت كلمة ديزاين نحن بنحكي عن التأليف في العمارة وعن البلاغة في التأليف من شان هاي بالشعر العربي جول وبيوت الشعر وقامدات الشعر من نفس الشي اللغة لغة نحن بنحكي بالمدينة نحكي عن النسيج للمدينة وهي كلمات عنا محلية مكانية أنا بقى تقول اليوم كانت أمثلتك ولو بارتباكك التقني كانت رائعة جدا قسم منها ما عم تشوفوها لا كانت رائعة جدا بالنماذج اللي حطيتك في معمارة اللي تهمتوا انتوا برجوناليزم بالإقليمية أنا بعتقد مش ريجوناليزم كمان عم نترجم من اللغات الأوروبية أو اللاتينية للعربي أنا بعتقد استخدمت هي الخصوصيات المكانية التي تعطي قيمة تفاضلية للمنتج المعماري والذي يخضع لدورته الاجتماعية في تحقيق حجات الناس في زمنهم هذا كلام المكتب الاستشاري أساسي فيه هاي جدليل على أفضل وأنا بعتذر إذا أطلت مش عن مسألة تحاول استكمل لأنه أنا أنا أفتخر يعني أنتمي يعني أنتمي إلى مدرستك وأنتمي إلى حمارتك انتشاريك انتشاريك شكرا للمنظمين أتعرف حاكين ومتبعدلين أراء ومعنى الشيخ معنى شيخنا اللي هو محمد العسب وأنه مأفضل يعني بس بدي يقول كنت ملاحظة صغيرة على اللي قاله زميلنا وسيم شكل كتير مهم حتى المدارس اللي هي تعتبر مدارس ببعض العمران الاجتماعي من أسكار نمير واللي قاله زميلي وسيم وعمل حملة كتير كبيرة ان احنا بظل عنا نوع من الحيوية الثقافية للعمارة حتى لو ما قدرت الواقعنا يسمح لنا بس اليوم بتحليلنا لفكرة معرض تراموس الدولة هو عطى حط للحيز العام الذي خلقه المعرض للمدينة لسكان المدينة لكل أهل المدينة مش لا فئة محددة من سكان المدينة هو خلق هذا المشروع باعتباره فضاء ملك عام للناس وليت عام للناس عن حقت حاجة ومعروف اسكار نيمير ايجي قاعد بلبنان عمل زيارات ايجي قاعد مثل آخر الوسيم اذا اجيب للاستاذ وسيم مثل آخر جازينا لبنان اذا رصدت وبيعتزر بشكرا لا 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 انت ايجيب معاك هاك جازينا لبنان توقيعها بالجبل والهوريزنتالي ما له هذا هذا واسكار نيمير مش هاك انت شوفه شو عمل بناجمل ما يكون ابدا احترم البيئة واحترم الجبل الادام واحترم معاملتين اعتقد بالمعاملتين كانت هو حبيب رأى حبيب موجود اعتقد بس اغلاق الكاميرا والصوت هذا انا وحبيب متجادلين بهالموضوع كتير معاك اينا اي اصحاب دائما عن نقطة بس كلمتك سعب حبيب الميوت حضرتك اذا ترغي الميوت لا لا سعب حبيب اي ما ما صحيح انا كنت حابب انا كنت حابب نروح بالبعد اللي انت عم تحكيه لأن البعض بيروح الى تصنيفات اسقطات غربي مثلا هلأ اجابة اخد شيء بني عايش لحس البانك وبان وسين انه وكأنه الغرب يعني انه انا اليوم عم استطيع ما بستخدم وانا ماني ضد الغرب انا ماني مهزوم امام انا فكرة انه انا يعني انت اليوم اللي طرحته ومشل ما قلتتلك بالمنتاج العمراني العمنة بالمنطقتنا حتى ما نروح الى هويات مهيمنة لا بديش بود بهذا الموضوع انشان نفتح انه ما بين الحروب وما بين الاسلام وانه انا اتخضع كل الناس بالقوة وبالمنح وبالأبيع يعني وهذا اللي ادى لانفجار المجتمعات مش فسح مستوى العمار ففي خصوصية تجب ان تتحقق وهذا اللي كنت عم تقوله انه بالآخر احنا اليوم المنتج المعماري هو منتج تأليفة مبني على بلاغات على بلاغة بالتأليف وطلاقا من هون نحنا الانترفيس على فكرة يعني انت لما بتعمل منتج معماري على دجلة وقلت قلت انه انا لما نعملت الحرش على دجلة فترة لما دخلت الى المدينة بعمقها سكرته حطيت صور نموذجية بالتراب بالتاريخ انا بتأديري هاي قضايا يجب البحث فيها بعمق ما هي الخصائص المحلية للعمارة ضمن لانه نحنا نحنا مدنة كانت تعرف بحواضرها ما كان يقوله الواحد عراقي عربي مسلم كان يقوله هادا بغدادي صنعاني بيروتي يتمغدد مثل ما يتعلم بغدد العمارة نفس الشيء العمارة لغة هي لغة الاماكن لغة الاماكن بالناسة وانا بشكرك اليوم يعني اليوم النمادرج اللي عطيتها على بساطتها كانت كتير عميقة بالتعبيرات الافكار اللي انترحت بمداخلتك اي ما فيها الاستعراض يعني ما فيها تعجره انتبه يعني فكرة الحوش اللي عطيته كان واحد بيتخيل بركي ويعمل حوش شامي او بغداد فطلح حوش كتير معاص ممكن يكون بنيورك يعني قلن لك بصراحة اي طبعا مثل العمارة اللي انتشتوها بمكتبكم يعني انا اللي بيحترم هالتجربة ما بتدمناها لانه زمنها الخمسينات والستينات زمنها ما فيني البعض يخطئ وبلش قارن شغلكم بهذاك الوقت متل قطئ انه ايام بالعكس تماما فانا انا تأديري انتو في ذاك الزمن انتشتوا عمارة كالطليق بان تورضع في اعظم عواصم العالم وان تبقى هي مجارية لعصرها بباريس بلندن بأي مكان ولكن تعرف انه هاي جاي من هاي الامكن هاي عراقية بس طليق في لندن تيك تعملها بباريس وخاصة تجربة مسابقتكم بالجامعة تال لندن كان عن احكيني رحيد فايرت قل لك سلام قال لي هادا من انجح العمال اللي قدموها بس ما اخد الجائز جامعة لندن لقدمه بالمكتب الاستشاري قدمناه بلندن بمكتب ويا كيفون ماشي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا عندك السلام بعد انا ما انجي والله الكثير من الاسألة موجودة بالشاتبوك زاعتكم مجال يعني اتقل من طلب لا تحبي نستعب سريعة زاعة الوقت اسمح لك يعني رح اذكرهم بسرعة وباقتصار سؤال من شهاب يقول الوقت الراهن بوجود هاي من الكمبيوتر وتكنولوجيا الحديثة العمارة الى اين انا عندي رأي بالموضوع وكاتبة شارت يعني موجود المتحدة انا هذا اذاك علم وهذا علم اخر اذاك عمارة اخرى وهذه عمارة اخرى انا سميتها روبوتكتشا احنا تونيك وار احنا تاكتونيك هم وهناك روبوت روبوتكتش روح اشتغلوا بالحاسوب وابنوا بالحاسوب ولا بس لا تدعون الانسانية لا تدعون الفروسية شما تريد روح سوي يا اخي انت مثل ما تسوي مرسيدس روح سوي بيت هسا مرسيدس كيف حتى الماكينة هس ليه انت تروح هس الـ 3D يبني لك بيت 3D يبني لك بيت او يسوي لك هولوغون من دون استعمال رسم ولا استعمال ايدك هولوغون على الطاولة يرويك البناء مالك ويمشيك بداخلها ومن الاسوالف وسيارات روز روز رويت يحط لك ويلبس دجداشة حتى اصير بالمحلية شوف انه اول ما يسوي بالخليج يحط دجداشة يعني واحد بالموصل بالمصابقة للنوري عاملين دشاديش الهل الموصل الهل نشعلي شو التربية هذا ما خصني منها انا دعشي على انسان اعني انا دعشي على الانسان انا ابني مع البشر ما اندي علاقة مع الحاسوب الهل انا الحاسوب استعمال الاغراضي مثل الماري يسرع للشغول عيد للشغول يعمل بس ياخذ دماغي ابدا ياخذ تجربتي مستحيل انا شخص اندي هوية اندي من انا الحاسوب حاسوب واني شخص اخر هذا اذا ما تيجي من الفكر وتمر للقلب وتطلع ليد للاصابع الاسكتش شفت انت هذا الاسكتش انا دغري حطيت تبع الكورت ما للبيت اللي انا مسوي شي قبرص حطيت الاسكتش ميدي هذا بدايته هذه هي الفكرة هذه كل الفكرة الفكر واخر الفكر خصوصي خاص بي من انا ثق بنفسك يا اخي هذا انا احكي للجميع ثقوا انا من تيجي بني قدام التفيس وضع تشرح للتفيس اقول انت معمارية ولك عمي انت معمارية انت فحلة لازم ويزا كيف نجحت قوتها جسارتها انا احكيد وكناس بالفاشوشي دانيش هون بالجسارة تبعا تعقيبا عليك تعالكم واستمر غالب خصوص القلم والورقة وبداية رنزو فيانو على نفس النظر يقول لحد الان ما وجد شي تكنولوجي رغم او مكتب معروف تكنولوجيا كم واحد يعرف يرسم من الخريجي ولا يقرون القراءة اكثر بالقراءة نعم القراءة يعني فضلت حضرتك بجن عمارة دائما نذكرها يعني للطلبة والخريجين هاي فقدوها الكثير من الخريجين وكثير من الطلبة بعدم زيارة الموقع الموقع يجي حتى يريدي صميم يجي موقع اون لين شوفه بالجوجل زيارة الموقع جدا مهمة يعني اذكر استاذ صفاء محاضرة القاها انه قال اذا ما تروح للمكان وتقعد تشرب من ابو الشاي وتقعد تأكل لف وتقعد عرصيف وتشوف الناس بتقدر تخمم شوف اخذ هاي يعني دائما اقول من يسألوني استعمال انت سويت بناء وترسم وتصور زين وتكتب شلون تدري جواب شان يقول شان اقول لهم انا معماري لا انا معماري بس مفروض ما ما سويت شي زيادة انا انا معماري يقول لي تكتب وترسم اي طبعا لانه معماري يعني مو غير شي انا انا مو طبيب انا معماري هذه كلها هي مقومات ان اكون معماريا نعم فهيك اريد هان حتى ننتج كيلو فيما تفضلت القراءة جدا مهمة للمعماري توسع المدارك وتخلي قراءة كافة المجالات مولة بمجال العمارة نعم ان سؤال من اعتقد طالب فائز حسن قسن شي اللي ينص الحنين المخرط الى الماضي وترك العمارة المعاصرة التي وصل لها العالم كانت سبب بحدوث جزء من المشكلة بالعمارة العراقية بحيث اصبح هناك تخبط بنتاج جات المعماريين بين مؤيدين ومعارض بين من يقتبس جزء منها وبين من ينتفض عليها ويتعنصر للعمارة المعاصرة بحيث اصرت اغلب ابنية العراق الادارية والثقافية وغيرها لاوضع مزرع وهزيل يعني نكاد ان نقول انه عمارة العراق المعاصرة تخلو من العمارة قبل اخلوها من الهوية حاليا كيف يتم النهوض بهذا الواقع وما هي مقترحاتكم طبعا اكرد عليها من قبل الاستثمارين المرسومة بس اكيد راتكم يعني يكون مختلفة اكو عمارة بالعراق صار عشرين سنة اكو عمارة بالعراق ما شفت ابدا ما شفت يعني اجيب لك مثلا صاحن فاطمان سمي عمارة تعرف صاحن فاطمان الاكستنشن ما الامام علي نعم 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 او جامع الكوفة اجمل نعم اجمل ما كان بالعمارة في العراق جامع الكوفة القديمة نعم ما كان الامام علي هناك كان من اجمل الابنية العراق كانت فتس درجة بالوسط تنزل ومحراب واقف على يعني الدراما اللي موجودة مقتل امام علي كل قدامك كان راحوا وادموا بنوا وين عمارة العراق ما تقول لي ياهو عمارة العراق اليوم تنسمي هذه البنائي اللي جمب الحيدرخانة جامع الحيدرخانة المزاقرة فهذه العمارة الحديثة لو المستوصف ابو لو هذه البوابات ما البغداد كلها او الدور اللي انا رويتها عمارة العراق انتهت من 2000 من الحصار من 80 من 80 يعني 90 آخر بناية انتهت بعد لا بنت بناية ولا اكو عمارة ولا اكو 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 شعوذة يعني جوابي الى الطالبة شعوذة البيت ما ممكن نستطيع عمارة ابدا فانا اي ف مع الاسف هل هناك مقترحات يعني عم والثقافة شباب عليكم يا اخوان اروح اقرأ وروح لتوقف وناظل و سبب المعرفة ابتعد عن الجشاء يا الله هس كل ما افتح تلفزيون او شي عراقي شو يحشون على الفلوس لا جاني المساعدة ولا اخذت مساعدة ويحشون هذا ياخذ راتب وذاك ياخذ اثنين وثلاثين راتب كل فلوس سعر الدولار يا عمي جشع هذا جشع تركوه روح العلم جوع ما بيش جوع و وانت انظر على هذا الفقير اللي هل كان اللي بالزبل داعيش مليونين شون تريد ان ترس عمارة ماذا ادري مليونين طفل بالزبل ياخذ القوطية مال التونة اذا فيها شي حتى يأكل ها أنا ما قبلت التكريم في بغداد بسبب هذا الأفواس ابدا ما اقبلها ورا اقبل التكريم على شو تكرموني واني بلدي هالشكل كل شي ما بسوي يعني كل ما بسوي كل لا لا مصيبة احنا لانه بنيوية مصيبتنا بالبنية اذا من بدل البنية كاملة والتخلف التخلف يعني صار بدرجة تسمع الكلام حتى اللغة تبدلت يا اخي اللغة احنا داعش على البلاغة انا داعش تشاف الشعور المدحنة اللي شلون هم طويلة وصار جبال فوق الروس وانه وعش قال انا منح سياسة ومنح هي قودنا بس هي العمارة انا معاك والله يا دول الطلاب الله يسع ليش اقول لك انا بس الطلاب يا الله يطيكم العافية اجد الدرسون بها اجوا درسون اي والله يساعد هساتذتكم عليكم وهم عليهم انت اش داي يسلم هو الطالب الاستاذ اش يسلم طالب اش جاي شنو هي الابنية اللي تجي تدخل عمارة لا سامعة شنو عمارة ولا تعرف بنتي رح تتخرج مهندسة هذا هي بس تعرف شنو هي العمارة تعرف مطلوب من البنت ان تكون معمارية ما عدنا العرف اللي ننتج احنا معمارية زينة قليل احبهم واشتغلو ياهم واملي فيهم عندي عندي جماعتي عندي في بغداد عندي كثير في املي فيهم اعتبر هم قرائين زينين فكرين زينين يعفون المهنزين لا موجودين بس على خير العام مثل ما قبل لا ما ما كو ابنية حديث حديث ايضا طويل في هذا المجال الاكوس والاخر المهندسة مريم بخصوص مفهوم الظل والضوء بالعمارة العراقية كان تركيز على الاضراء الطبيعية بدخولهم خلال الحوش مثل ما اتفضلت للمناطق الخنج وال الصالات وغيرها بالتصميم الداخلي الآن اختفى تأثير هذا الشي اصبح من وجود التكنولوجيا وجود النارة الغير طبيعية فهل هذا اثر على التصميم الداخلي او هل تفقد الجمال العفوي بسبب تكنولوجيا بالامكان عادة احيائه كوننا معمارية اليوم سؤال مهم وكاتب عليه الى جامعة دمشق الى اخد ولاء ولاء اسم بس اخذها الدكتورة يمكن كانت تنتج مجلة اسمها 22 سألتني موجودة سألتني على الظل والظلال شوف انا بالنسبة الي بالنسبة الي الظل والظلال والتضليل هذه كلها مفردات بغدادية عراقية شون ادنى الجو القارص الهارش مثل ما يمنون بالانجليز اي قوي ساطئ الكونتراس تقدر تلعب انت به في الظل والظلال لانتاج دراما شفت التمال الموسى الكاظم العقوات هذا الظل والظلال اللعبي فالظل مو شي سمو صبة الظل بالعكس انت اذا تفتهمين الظل والظلال وتتلاعبين بقيمة جمالية هذه بغدادية واحدة من التركة لازم تعلمها وسبب اقول لك الحوش هذا الحوش اذا مو نسب معينة ما يشتغل ما يشتغل يبدي يصير وخم الى نسب معينة بحيث انه يصير مثل الاستاك افكت الهوى هي هو يجر يعني تفتح اي شباش بالطابق الارضي يبدي يصير مجر مثل هذا شغلة الكورت هذا شغلة هذا فالظل والظلاء الوريينتيشن بالعراق كله مهم الوريينتيشن الجنوب الشرقي شوية شوية المايل على الجنوب الشرقي هذا الامثل حتى تدخل صين من حرارة العصر بس الشروق الصباح يخش ببيت شك جو فلازم نحسب احنا بالأي اي شان نحسب بذبط اشقد البيتشن طلعها لأكثر شي البيتشن ما كو هذه المظلة تدري هاي البيتشن يستعملها شو تسوي في الظل والظلال في البيت يعني التصور من تيج الشمس وعندك فشي أسود على الحائط كلها نستعمل اي فالظل والظلال كلش مهم وقيمة جمالية اضافية ان في بيئتنا ضروري بس طبعا لازم الورينتيشن مضبوط بحيث انه نقلل ولذلك احنا نستعمل الجدران العاكسة ما ندخل ضوء دايراكتلي ندخل بعد العكس لانه هو اشعاء اكثر من ضوء بس الضوء الخارجي واللعب الظل والظلال مهم جدا جدا انا بوقت فصل الستولاء نعم والله يارد يعني الرابط المقالة يعني ليه موجودة نعم غاية بها سوال جديدة نعم ان شاء الله خير طبعا انا اعبر الكلمات الشكر والتقدير والتحايا وتمنيات لك بالدواب صح اشكركم انا اشكركم اشكركم اكو اسئلة يعني ان شاء الله من طلبه هل من واجباتنا كمعماريين تقويم الزوق العام الهابط ككيان واحد في مختلف صوره نفهمت يعني كمعماريين احنا واجبنا نقوم الزوق العام التفضل لأنه الزوق هو بصورة عام مهابط وبالنتيجة عكس على المعماريين هل احنا دورنا كمعماريين ممكن نساعد بتقويم هذا الزوق العام اي اكيد انت الرياضة بيدك انت الرياضة بيدك بالعكس انت المقاوم اللي اوحد انت الرياضة بيدك ترى شباب التحرير كانوا يحطوا لي الصورة مالتي استاذ التويانه وبعثوا لي علم وبعثوا لي لا انت الرياضة بيدك انت انت تقوم الدنيا لأنه انت تفهم الناس انت بس لازم انت تصرف هذا ليش دا اقول لك انا رويت التصرف المعماري بالبداية لازم احنا امنا اي اي يعني اكو سؤال كان اه يمكن احد الاخوان سأل هل يعني من الممكن ارشادنا لكتب معين لقراءتها اقرأ تعريفات الجرجاني تعريفات الجرجاني كل شمال يعني اكتبتها بالشاتفوكس حتى البقية يقرو سؤال اخر من مجد يعني كل استغدير المهندس من القدير اول انت اريد ان اسأل عن كيفية اتراء مداركنا حتى نصبح قادرين على فك شفرات العمارة العربية ونصبح قادرين على فهم مسببات هذه التصاميم ولا نصبح مقلدين وناسخين كما تفضل مجد العبدالله طالب عمارة عفت امد اريد ان اسأل عن كيفية اتراء مداركنا حتى نصبح قادرين على فك شفرات العمارة العربية ونصبح قادرين على فهم مسببات هذه التصاميم ولا نصبح مقلدين وناسخين كما توضلت مكتبات تسعين بالمئة من وقتكم يا أخوات يا أخوات مكتبة ترى القراءة فالدبلجر فالنعمة من الله ايه وموجودة مكتباتنا عامرة شارعنا المتنبي عامر يعني كليتنا كنا نقرأ احنا صغار انا قاري من عمري عشر سنين في كل شي موجودة وموجودة قراءة ثم القراءة الله يخلطيكم الانترنت والآيباد ما يفيد هذه مو قراءة هذه قراءة مصيوغة للراقب الطيارة مو قاعد يفكر بالتأكيد قراءة ثم القراءة ما تقدرون شنطر أقولكم السفر على الأقل سافروا بالعراق روح للنمرود روح للوركة روح إلى كربلا والنجف روح إلى الخيضر روح إلى شيخ متى كناس العراقية كلها هذه كلها استوعبها هائلة إذا تروح الصرع ما ديه كافي شوف الماشق بصرة أبو الخصيد كلها هذي كلها كلها كنوس هذا غير الش الهوار هذا العراق هائل هائل ما كوي بلد بالدنيا ولو أنا صال 32 سنة ما يوصل للصور 33 سنة يا الله سنة أخوان أستاذنا معرفة نقارب نعرف ساعة تعبناك بس السؤال الأخير حتى نختم إذا عدكم وجاني أنا أكيد أحد الأخوان سال أحمد سال أحمد ممكن توضيح لهذه المقولة لا يثقف لا يثقف الزوق إلا بالفن إلا بال بالفن يمكن أنت ذكرتها قد شوية لا يثقف الزوق إلا بالفن بالفن نعم فرد له الفن فن فن أعلم تشوفوا ما تقدر تفرق القيامة الجمالية ما تقدر تفرقها تفرقها بالميديا تفرقها بالواسطة التعبير يعني الشعر مو فن المسرح مو فن بس واسطة التعبير كلها التحضر التمدن متلازم ليش يسموها ثقافة ليش متوحدة يعني ما يصير الموسيقى المسرح الفن الرسم كل هذا سوى حتى يتخلق عمارة كلها ما احنا ما مغضيها جدية داعتي لكنه راح يتخرج مهندس ويعخذ فلوس ويمشي يبني ويمشي اشتبني اي مهيها المشكلة انت اشتبني مو انت دا شوه ماذا تبني اذا انت متعرف شده تصير على كل لا لا قرأة 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 بس قرأة ما عندكم غير شي وزيارات المنطقة زيارات المنطقة كلها خوش حبيبي شكرا جزيلا فعلا عزيز وثلاث ساعات كانت ممتعة ودليل على انه الحاضرين ان شاء الله فدر لانه انا احتي واي اكيدا لا لا بالعكس ودت نو ثلاث ساعات يعني يمكن مرت سريعة واعتقد يمكن الحديث اللي تفضلت يمكن يمكن واحدة يمد الى اكثر من الثالث ما انتي ثلاث ساعات قبل اسبوعين ثلاث ساعات نعم ونص وخمسين دقيقة ما انتي نتمنى لكم دوام الصحة والعافية الأجيب المعروف لطفية دليمي تقول الحكاي نعم والمعمارة حكاي دائما معمارة لازم يكون حكاي عدة تجارب لازم ينقلها شكرا حبيبي شكرا جزيلا ساعاتنا العزيز اخبرنا لك يعني ليلة سعيدة شكرا داوم الصحة شكرا لجميع الحاضرين شكرا نبي مع ربية في الحياة باي باي مع السلام تاتذتنا الحاضرين موجود اقراب وتحضور اذا تحبون نعي تسجلون لاجل الشهادات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا شكرا